اشتركوا في القناة اهلا بيك يا باش مهندس اهلا بيك يا عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة والحياة المهندس عدلي مصمم بقاله حلقتين ثلاثة يفاجئن بحاجات انا اتفاجئت بام الايح ايه ده شوف استاذ ابراهيم ام الايح هي سبب تقيح الجروح هي التي تؤدي الى ان يبقى فيه صديد فيتحول الدم الى خراج اذا قعدت تعالج الدم من غير ما تتخلص من ام الايح هي تحول الى خراج يصعب الشفاق نحن نعالج مشاكلنا بطريقة سأسألة سأسألة لكن ام الايح موجودة فتفضل دائما انت تقيح عايز انت تعمل لي دلوقتي مصالحة عايز تعمل قضاء على التعصب مش بالمؤتمرات على فكرة احنا اصحاب مبادرة هنا في هذا الامر وحنلتزم بكل شروط القضاء على التعصب اتكلم دلوقتي ولا بعد ما تستطرد هنستطرد لكنه من المهم ان احنا نحدد لحضراتكو اربع عنوان رئيسية في حلقة مثيرة جدا هذا هو الاهل الجاحد يا كابتن جمالي الاهل وفيتا وموعد مع الحسن سيفون سبورت واعلام لا يتعلم مش قلنا لكم هو فعلا نادي الدولة اربع عنوان رئيسية فيهم الكتير من التفاصيل نتمنى ان شاء الله ان حضراتكو تستمتعوا بهذا المضمون الاهلي في الكنغ الديمقراطية داخل على مباراة مهمة جدا السابت ان شاء الله ساعة ستة مع فيتا كلاب الجولة قبل الاخيرة للمجموعة في دور الابطال السفير المصري حمدي شعبان سفير مصري في كنشاسة حريص على ملازمة البعثة وعلى توفير كل التسهيلات لها وعنده اشادة ببعثة الاهلي وبمنظومة العمل الاحترافي في الاهلي كمان الاهلي البعثة برئاسة الأستاذ طاري انديل عضو مجلس الادارة حدده دعوة الغداء من السفير المصري في الكنغو ووجه له الأستاذ طاري انديل الشكر على كل ما يبزوله ورجال السفارة زي ما حضراتكم شايفين كاميرا الاهلي هناك في كنشاسة مع البعثة لحظة بلحظة وده يمكن استقبال السفير المصري ليهم ونقل الأستاذ طاري انديل للسفير المصري تحيات الجهاز الفني والإداري واللعيبة واعتذر الكابتن ساد عبد الحفيز عن عدم الحضور لانشغاله بالتحضير للمباراة بشوانت نتمنى التوفيق لكن ليس جديدا ان البعثات الرياضية للنادي لا يتلقى الانشادة وهي الحقيقة بترفع شعار رياضي مؤمنين بيه كلنا نارحمه كابتن عبد العزيز الله يديله الصحة يديله الصحة رمز العزيز الشافع طبعا الرجل عبقاري في كل المناصة بلدي تولى وكان يعلمنا بكلاميات بسيطة جدا وهو سكرتير عام اللجنة الأولمبية وعدو لجنة الأولمبية الدولية وكنا مرة طالعين بأسة هو رئيس البأسة فقال لنا احنا رايحين بلاد لا تملك امكانيات كبيرة مثل مصر مش عايزين تسببون لهم مشاكل وتعودوا تقولوا الأكل والنوم والشرب وإحنا رايحين نبسط الأمور على الناس وننجح البطولات الأهل يفعل هذا في كل مكان لا يشكو ولكن يتأقلم ويختار إزاي حسن الظروف بوسيله هو ويتعاون مع الصفرات ليكون وجهها مشرفة كنادي يمثل الدولة نادي يمثل الدولة بس هي كلمة ممكن تحتاج لتفسير كمان كتير في فترة مهمة هنوضحها هنوضحها خلي بقى لك أستاذ إبراهيم اللي بيجاد له عارفين قصدنا إيه لكنه هو عايز يوحنا أصد عايز يسيء استخدام العبارة فقط فليكن هذا له لكنه هنروح نشوف السفير المصري حمدي شعبان مع الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى كنشاسة متحدثا عن أجواء هذه المباراة كل التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كالعادة بنحط كل الجمهور في الأخبار والكواليس بنللكم لحظة بلحظة فريق النادي الأهلي في كل البطولات البطولة الأفريقية في بطولة الدول العام احنا طبعا بصدد مباراة الأهلي وفي تكلب الكنغولي هنا في كنشاسة عايز الأول في البداية وجه كل الشكر والتقدير على المعالي السفير طبعا حمد شعبان سافرنا هنا في الكنغو على تزليل كل الصعوبات التي تواجد معنا بشكل مستمر بجانب التقم السفارة أمور عديدة للتنسيق طبعا مع رئيس البعث الأساسر أنديل عضو مجلس الإدارة كابتن سعد أبن حفيز كابتن سامير عادلي الحقيقة يمكن بيوم بدور كبير كعادة طبعا سفارة أنا هنا لكل على المستوى الشخصي أنا موجيه لك كل شكر والتحية حمد بي طبعا على المرحلة أنت بتقوم عليه أنا عارف أنت بتقوم على دورك على الأكمل وجه لكن أما بنشوف في المجهود ده لابد أن احنا طبعا نديك حاجة حمد بي العافو طبعا أنتو مشرفنا وزيارة بتسعيدنا جميعا نعرف أنها مباراة مهمة بالنسبة للنادي الأهلي النادي الأهلي طبعا نادي كبير معروف مش بس طبعا في مصر ولا في المنطقة عندنا النادي الأهلي معروف أفرقيا وعالميا بشكل كبير جدا فالمباراة في الحقيقة فعلا بتنسل حدث كبير جدا بتحظى باحتمام على كل المستويات هنا في الكنغو يمكن على خلاف الماتشات اللي عبها فيتا كلاب هنا في الفترة اللي فاتت الماتش التغطية الإعلامية له هنا بتحظى بتغطية واسعة في شكل كبير جدا طبعا لقيمة النادي الأهلي والعراقة النادي الأهلي وزائد طبعا أهمية المباراة اللي هي بالنسبة للفيتا كلاب تعتبر مباراة مصرية وطبعا مهمة بالنسبة للنادي الأهلي أنا فاهم طبعا أنه فيه فرصة تانية بس إن شاء الله نادي الأهلي يحسم صعوده من المباراة دي بإذن الله التنسيق معلل السفير من البداية أنا عارف أن كابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامير عدلي كانوا متواجدين قبل وصول البعثة التنسيق مع الجانب الأمني كمان هنا أنا عارف أن حاجة تقوم بأدوار كثيرة جدا الإقامة والتأمين أيضا كمان المسؤول الأمني لكيف كان متواجد وحاجة متواجد في السفارة لكن قبل وصول فريق النادي الأهلي كيف تم التنسيق لهذه لا هو في الحقيقة دي من الحاجات اللي أحب أشيد فيها بإدارة النادي الأهلي لأن الاتصالة بدأت مبكرا جدا وده في الحقيقة بتساعد في أن نحن بنا تفادى مشاكل كتير جدا من بادريه أحيانا بتبقى فيه بعض المشكلات بتحصل في آخر لحظة بيبقى التعامل معها في منطقة الصعوبة أننا بنا في الحقيقة من قبل المباراة بأسابيع كان فيه اتصالات من الكابتن سامير عدلي ومن الكابتن سيد عبد الحفيز اتكلمنا فيه الاحتياجات الأساسية للبعثة فيما تعلق بالإقامة فيما تعلق بملاعب التدريب في تفاصيل صغيرة جدا كانوا يدخلوا فيها حتى يتليفوا من قبل ما يجوا السفارة الحمد لله قدرنا تقريبا ننتهي من كل الترتيبات اللوجستية الخاصة بالزيارة والكابتن سيد والكابتن سامير وصلوا قبل الفريق بيوم استقبلنا معهم الجانب الكنغولي قعدنا معهم ورجعنا كل الترتيبات التي كانت السفارة عملتها قبل ما يوصلهم والحمد لله تم الاستقرار على كل شيء خاصة فيما تعلق بالإقامة فيما تعلق بملاعب التدريب بتوقيت التدريبات يعني من ناحية تنظيمية وترتيبات التعاون مع إدارة النادي الأهلي من قبل الوصول وبعد ما وصل الكابتن سامير والكابتن سيد أعتقد ده سهل حاجات كتير جدا كان ناحية تنظيمية ما أعتقدش فيه مشكلة إن شاء الله من أيها أمر كمال نعمالي السفير بعودتنا من المطار الأولى للتأمين وتواجد حياتك معنا الزحام المتواجدة في الشوارع نظرا طبعا للبلد وظروف البلد كانت تأملنا مشكلة كبيرة جدا في الوصول كانت أكتر من ساعة ونصف مع التأمين بالنسبة للأمر دي نقطة مهمة جدا في الحقيقة ودي أحد الصعوبات اللي حيواجهها أي فريق بيجي في البلد دي الطريق من المطار لداخل العاصمة في التوقيت اللي وصل فيه نادي الأهلي بيبقى توقيت صعب جدا بيبقى الكسافة المررية عالية جدا وبالتالي من غير الترتيبات اللي الحمد لله قدرنا نوفرها كان هيبة صعبة جدا إن كممكن الطريق اللي بياخد في المعتاد مثلا أربعين ديئة كان ممكن ياخد ساعتين وأكتر بس الحمد لله قدرنا نحن نوفر الترتيبات الأمنية اللازمة لمرافقة الفريق من المطار لغاية الفندو والحمد لله ما أعتقدش يعني كان فيه مشكلة كبيرة طبعا كان فيه زحمة وعطلت الفريق بعض الشيء في الوصول في توقيت مناسب ولكن إجمالا لا تقارن بي الظروف العادية أنا عارف طبعا إن ساعة الاستاب بتسعى يمكن 80 ألف مشاجهة يكونون متوجدين بكثافة نظرا طبعا لقيمة النادي الأهلي وأيضا كمان لتشجعهم لفريق فيتا كلاب أل كرغولي يعني لو بنتكلم الأخبار هنا مع السفير الناس بتتناول وجود النادي الأهلي كنادي القرن وأكبر نادي في أفريقيا وأيضا كمان هزين يتكلم على الملعب والمحيط يعني حطينا في الأجواء أحمد بي في الحقيقة زي ما حضرك قلت النادي الأهلي عشان هو النادي الأهلي بقيمة النادي الأهلي بتاريخه بعرقته التعامل مع وجود النادي الأهلي في الزيارة دي مش تعامل تقليدي في الحقيقة مش زي أي فريق بيزور الكونغو لأن النادي الأهلي وديك بالحقيقة كانت مفاجئة بالنسبة لنا كمان لأن أنا حديث نسبيا في البلد فوجودة إن شعبيت النادي الأهلي موجودة حتى بين جامهير فيتا كلاب نفسه بس حتى أنا اتكلمت مع بعضهم عارفين قيمة النادي الأهلي بعضهم عارف تاريخي النادي الأهلي حتى منصق المباراة من الجانب الكنغوية لا مشجع أهليه بس طبعا الوضع سيختلف في المباراة مع النادي الأهلي فلا النادي الأهلي قيمته كبيرة جدا هنا وبيحظب بشعبية أدرأول إنما نجري الجانب الآخر هو المباراة نفسه لا الفيتا كلب من الاندية صحبة الشعبية الكبيرة جدا هنا الكنغو طبعا فيها نادي مازينبي بس هو مش من العاصمة هو بيبعد أكتر من 2300 كيلو من هنا فنقدر نقول إن الشعبية الكروية في كينشاسا بيحظى بيها بشكل كبير جدا نادي فيتاكلاب جماهيره فعلا بالملايين الاستاذ كبير وفي المباراة اللي من النوع ده المتوقع أن الاستاذ يبقى مليان عن آخره طبعا فعشان كده هي متوقع أنها تبقى مباراة طبعا حماسية بشكل كبير جدا وإن شاء الله أنا أتمنى التوفيق فيها النادي الأهلي بإذن الله بعنا الترتيبات والأمر للتنظيمين كهذا كنت متواجد مع النادي الأهلي في الفندق الإقامة بتشوف مدى التركيز إزاي وبتشوف موقف النادي الأهلي في هذه البطولة يمكن نادي الأهلي متصدر حتى هذه اللحظة إن شاء الله يحسم هذه المباراة في ظل الغيابات والإصابات والسفريات الكثيرة جدا والبطولات اللي بيداخل فيها النادي الأهلي كيف أترى الأمر ده من وجهة نظرة كمعالي السفر والله أنا يمكن ده اللي شفته مش مكانش غريب بالنسبة لي لأن ده المعروف عن النادي الأهلي اللي هو الجانب التنظيمي لا أنا لقيت طبعا كل حاجة منظمة من وقت الفريق موصل كيفية دخول اللعبة للغرف للتسكنة وفي القوض لمواعيد الأكل لمواعيد التدريبات لا لقيت طبعا منظومة احترافية على أعلى مستوى وده يمكن مدينا تفاول كبير جدا إن شاء الله أن الأمور تنتهي بإذن الله لصالح النادي الأهلي العفو شرفتنا شكرا كلام ما أكني سمعته قبل كده هو ده دأب بعسات النادي الأهلي ولكن السفير نفسه بيقول لك أنا رغم حداثة مهمكي قدر يلمس شعبات الأهلي وتقدير الأهلي والإحترام للنادي الأهلي فأنا أتمنى التوفيق أيضا هي دي الكونغو الديمقراطية زئير يا جماعة حتى سيد سفيرها بيقول إن أنا لقيت الأهلي له الشعبية وجمهور حتى منصق المباراة من الجالب الكونغولي قال له أنا أهلاوي ناس كتيرة ما بتاخدش بالها من مسمى إن الكونغو الديمقراطية هي زئير هي زئير العريقة في كرة القدم اللي خدت مننا كاس الأمم الأفريقية في القاهرة هنا الأحداث المباراة التاريخية بتاعة 74 لكنه كمان راحوا كاس العالم بعدها ففريق عنده كرة حتى الفريق الثاني معاه الرئيسي مع فيتا كلاب مازينبي مازينبي اللي هيواجه الإسماعيلي الجمعة برضو بكرا إن شاء الله في دور الأبطال في مجموعته ده الأنجل بير اللي واجه الإسماعيلي في نهاية عام 69 على الفاينال وكان واخد بطولة أفريقيا أبطال الدوري وعنده أرقاب مهمة جدا فيها فدي الكرة الزائرية العريقة جدا بالتالي المباراة صعبة لما بيقول كريم إنه الاستاديا توقع حضور حوالي 90 ألف متفرج ده طبيعي جدا بلد فيها كرة من زمان جدا وفيها أندية كتيرة تقيلة شوية فنتمنى إن شاء الله إلى اللي يكتاز هذه المباراة لسارتي المدير الفني الأروجياني بكرا عام المؤتمر صحفي حيتحدث عن ظروف هذه المباراة ويوضح بالضبط وجهة نظره في هذه المواجهة ده جانب من مراني الأهل النهاردة على ملعب المباراة أستاذ ضخ واضح إنه أستاذ كبير أستاذ الشهداء فنتمنى إن شاء الله الأهلي يكتاز هذه المباراة المهمة بإذن الله اللجنة الطبية في النادي الأهلي زي ما حضراتكم تابعته قبل كده وقلنا لكم خلاص عمليات إصابات اللعيبة وتأهلها المسألة تحت سيطرة طبية دقيقة ومتخصصة على أعلى درجة حمدي فتحي لعب الوسط المهم جدا اللي أصيب المباراة اللي فاتت خضع لفحص من اللجنة الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز ومتابعة الدكتور خلد محمود طبيب الفريق لتحديد الإجراءات الطبية الدقيقة لعملية التشخيص والتأهيل أباش مهندس وتم الاستقرار على برنامج كابتن سيد أعلان مطاقع يغيب ستة أسابيع نتمنى أنها تقل عن كده إن شاء الله عمر جمال ومحمد نجيب وصلاح محسن العائدين من الإصابة بيقدوا تدريبات تأهيلية تحت إشراف طري عبد العزيز عشان يكونوا جاهزين للمرحلة اللي جاية إن شاء الله صلاح محسن أدى تدريبات لوحده في الجيم بعد ما استكمل التدريبات التأهيلية صلاح محسن لعب مهم جدا إصابته وغيابه عن الفريق للفترة اللي فاتت خلته محل رجم إعلامي واجتهادات وكلام كتير لكنه زيه زي بقية اللعبة هتفضلوا وتسمعوا كلام لغاية لما تتأكدوا من حالته في الملعب بشكل كويس طبعا لا يفوتنا أبدا النهاردة باش مهندس تهنئة أبطال تينس الطاولة رجال وسيدات احنا فاتنا حاجة الأول وأخشن طمد الحلقة دون أنا تذكر لازم نعزي الزميل خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وفات والدته وفات وفات والدته كابتن كمان عمر بركات لعب النادي الآل المعارض اسموها ده خبر يعني مؤلم أول توفت بنته وطفلة لسه صغيرة حديثة ولادة ربنا يرحمها يا رب وصبر عمره وإسرته وإن شاء الله ربنا يخلف عليه إن شاء الله بزرية صالح كمل بقى في اللي تعيس تينس الطاولة تينس الطاولة النهاردة استمتعتوا حضراتكم عبر شاشة قناة الأهلي باليوم الكامل لتينس الطاولة منتهى الإثارة منتهى الندية بالذات في نهاية كاس مصر للرجالة يمكن البنات كانوا جادرات بالتتويج بشكل كامل جدا فزنا على الزمالك 3-0 بطلات الأهلي في تينس الطاولة مريم الهضيبي ويسرى حلمي والندين الدولاتلي فازوا 3-0 بجدارة على الزمالك الرجالة لعبوا بقى الفاينل مع إنبي مباراة في منتهى الإثارة والندية مثل الأهلي فيها شادي مجدي وسيد لشين وخلد عصر الأهلي فاز على إنبي 3-2 إذا كان الأهلي يستحق التهنئة والتقدير والفرحة إنبي يستحق الاحترام والتحية والشكر على ما بزا له لعبوه الحقيقة من جهد رائع في المباراة فيها شادي المخضرمان سيد لشين وإحمد صالح يعني إيه تأهن للدية يعني لغم السن والتقدم في السن إلا أنهم ما زالوا الأبرز على السحر وقدر رجالة الأهلي يعملوا ريمونتادة بروح الفنلة الحمرة اللي تابع كل مباراة أو في كل مباراة منهم عرف أوي إزاي لعبت النادي الأهلي في كل الألعاب تقدر ترجع من بعيد أوي وتقلب الطاولة كمان إنما يلفت نظرك في تنس الطاولة إن في مدرسة حقيقية في تنس الطاولة في النادي الأهلي يعني يغيب عنك واحد من المصنفين العالميين عمر عصر أخو خلد عصر ده لعيب يعني مالوش يعني هو في حتة الوحدة التصنيف العالمي يعني الأول على الأفريقى ولكن تصنيفه العالمي مهم جدا تصنيفه متقدم جدا عمر عصر أخو خالد ورغم هذا تستطيع أن تواصل ونديم أيضا وبعدين كمان نهال مشرف يعني مش مع البنات يعني أنت عندك صفوف دينا بقى مش نهال نهال برضو عمتها نهال دينا علاء مشرف دينا علاء مشرف صحيح بطلة أفريقيا الحقيقة الجهاز الفني للرجالة بقيادة الكابتن أشرف عفتاح المدير الفني والكابتن أشرف صبح المدرب العام عملوا مجهود كبير في إدارة الفريق وإدارة المباراة ده اللي بيطمني على أي حاجة لكتبها مؤسسة فيه مؤسسة دلوقتي تنس الطاولة بأعمالية مؤسسية في أعمالة تفرز أبطال عشان كده بتدي فرص للاحتراف الخارجي دون أن يحتاز أدائك مبروك لتنس الطاولة ألف مبروك لأبطال وبطالات تنس الطاولة وإن شاء الله يستكملوا كل البطولات اللي بيشاركوا فيها إيه أم القيح بقى أنت بص يا سيدي زمان لما كان يجي دمل ولا حاجة فتتعرض لعملية عصر مؤلمة وإنت طفل مش مدرك ليه القلم ده كله يقولك عشان نطلع أمه الإيح لأن دي لو نظفنا وقفلنا عليها ترجع تكون الصديد تاني هي دي سبب الصديد فأم القيح دائما تدور عليها في الأزمات لازم تتخلص من الأسباب أم القيح اللي هي سبب الصديد أم القيح في الرياضة هي سبب المشاكل وهي مش بالضروري عشان الناس ما تستخدماش استخدام خاطئ ليست شخصا أم القيح قد تكون مجموعة من الأسباب آه في الآخر أسبابها أشخاص لكن هي في مجموعة من الأسباب يعني أنت لما لما تيجي هو أنت عايز تعمل مصالح عايز الاشتباك تفضه بين النادي الأهلي وبين نادي الزمالك والاحتقان يضيع طيب هل بالمؤتمرات ولا بإعادة الحقوق لأصحابها طبعا يعني نتطرف في الطار في السعيد تنتهي الأمور لما حد الغلطان يعترف بخطأ ويشيل كفنو ويروح وإنه خلاص الكبرياء بتاعة المظلوم أو الكبرياء بتاعة المتجاوز في حقه المعتادة عليه استردها وهو صاحب القرار يسامح ولا ما يسامحش لكن المنطق والمنطقي وجارة العادة إنه بيسامح استردى كبرياء عندما يحدث تمادي في سب وقذف وإهانة وتقوّل وتشويه وتلعي كلام بالصوت والصورة والكلمة عن نادي الأهلي وبعدين ينتهي الأمر يقولك نعمل مؤتمر وبوصه بعض وتسلمه على بعض إزاي مفيش تراشو إنت إنت حتحكيني تجربتك النهاردة لما روحت في المجلس الأعلى للإعلام لكن أنا الأول عايز بس أقولك إنك إنت إذا أعي مشكلة في الوسط الرياضي ما عليش أستاذ إبراهيم يعني عن استطرد لأهمية الموضوع لأنه حينتهي إن إحنا حنفهم الناس ونطمّنا إحنا من جانبنا ملتازمين تماماً بإزالة أسباب بدون مؤتمرات لأننا صادقين وإجاد دين ونويين نعمل كده لأن بلدنا تستحق مننا كده لأن ده المنتظر من نادي الأهلي الذي هو جزء من الدولة الذي يتصق مع أهداف الدولة وهو بالتالي نادي دولة بالمناسبة رئيس نادي إذا مالك دخل يقول كلمته في هذا المؤتمر فقال لك أنا رجل دولة وصف نفسه بهذا هذا حقه عايز يقول أن أنا مسؤول وأن أنا ماشي مع سياسة الدولة طب استخدم الإكسبريشن اللي هم معترضين عليه أنه ده نادي الدولة لأنه هو نادي نادي الدولة النادي المسؤول عن المجتمع عن أهداف الدولة النادي لا يسبب مشاكل يحرق بيها هذه الدولة بالعكس هو متصخ مع هدافها وبتصرف من هذا المنظور ويشرف الدولة اللي عايز بقى يلوع في الكلام الفارغ بقى أن نادي الدولة نادي السلطة كبير جدا وإحنا قبل كده قلنا نادي السلطة وشرحنا مين هو نادي السلطة لكن أنا اللي عايز أقوله طب أنت عامل مؤتمر يبدأ المؤتمر بالهجوم عن نادي الأهلي أين إزالة الأسباب فين الأسباب أنت ما روحتش للأسباب أنت ما كنتش محتاجة وليه تمال ليه هو يقولك هو أنت لما تبتدي في أي موضوع تبتدي بنفس المدخلات ليه أنت تتوقع نتائج مختلفة ليه كل موضوع عمدينه عايز تعمله لما وقعده وتتكلم فيه وتتصور أنه مجرد حضور الأطراف وتبتدي تلوم المعتادة عليه المتجاوز في حقه اللي نقى بنفسه على أن يحرج وضعه أن يروح يحتر مثل هذه الجلسات الذي لا طائل من وراءها غير أن يسمع مزيد من التجاوزات فيبتدي هو يتلقى والمدهش أن دي حاجة ويتم الحج لها بقمم المسئولية عن الرياضة ليس هكذا تورد القبل يا أستاذ براهيم صحيح أنت عايز تعالج الموضوع ده أي موضوع فيه أربع خمس كيانات بتتعامل معه المتطرفين ودول تقريبا تعمل مؤتمر تكلمهم ما تكلمهمش هم مزاجهم ودنيتهم وحياتهم في التفسيرات اللي تريحهم بس والتفسيرات اللي تريحهم مش بالضرور تكون الحقيقة بالعكس غالبا ما تكونش الحقيقة كيان تاني شاري دماغه ما يهموش الموضوع برضو ما يتعملش حساب شاري دماغه مالوش دعو بالموضوع كيان تالت مستني حد يكلمه بموضوعية عشان يديروا قناعاته يبتدي يسمعه ودول اللي يهمونا عايزين نتكلم مع الناس كلها بصرف انتماءهم وأنا بقول لك اسمعونا في كلام اللي هنقوله في هذا الصدد يا سيد براهيم اسمعونا من فضلكم أهلوية زمالكوية اسمع أهلوية كل الأنذية الشعبية انت عايز تنهي احتقان والله يبدأ لازم برد المظالم ما تتقوالش علي وتشتمني وتهاجمني من غير ما تعتذرلي وتقول أنا ما كنتش أقصد أو تأكد ان الكلام اللي أنا قلته غير حقيقي لكن لم يحدث هذا بالعكس برضو كرين نفسهم ايه ايه تعالي ده الكلام ما عملش حاجة غير من زود الاحتقان لماذا دائما الحجد اه السوري لعلاج مشاكلنا عايزين نعالجها نبدأ واحنا عملنا مبادرة هنا سيد إبراهيم مبادرة رسيطة ما تكلفش حد حاجة حتى اللي مش عايز يعتذر مش هنطالبه بالاعتذار دلوقتي احنا كبرنامج احنا برنامج اه قلنا ايه ما يخصني احنا كبرنامج اه ما نجيبش سيرة بعض ما هو الاعلام هو سبب المشكلة هو انت فكرة لو احنا عايزين في عداتنا وخاصة نتكلم ما نتكلم لكن لما الاعلام يتناول هذه الأمور زي فيه كذا فرية هنناقشها النهاردة تتناقش غير الحقيقة للإساءة للنادي الأهلي فما تسئليش بانتظام وبعدين كمان جزء بقى من ضمن المصالحة لإزالة الاحتقان ما علاقة إزالة احتقان بين آله وزمالك بين اللجنة الأولمبية تعتمد الجامعية العمومية بتاعتنا دي انا مالي انا كنادي آله انا مالي هو انا اقعد معاك كمان اتشرت على الدولة انها ده مساء قانونية ولا احية شوفي باشماندس هو الخلاصة اي مجتمع جاد انا بس عايز او فرد الكلمة دي انا وحد ديك بفرصة لا تتكمل لاني عايز اسمع رأيها بسرعة عايز اسمع رأيها انا اللي عايز اقوله ايه احنا مش ضد هذا التوجه احنا بندعمه بنمد إدنا وعايزين نساعد فيه لكن ضد الاليات اللي من الجألاء متصورين وده العلاج العلاج اقضي على الاسباب ما نجيبش سيرة بعض ما نشتمش بعض ما نهنش بعض واللي تجاوز بساطة شديدة جدا يا جماعة خلاص عف الله عن انا اسف وعف الله عن مسألة بشرطة الله تتكرر يعني هو اه يقولك ربنا بيقبل التوبة اولا الله سبحانه وتعالى احنا فين كبشر لكن بالشرط انه تكون ايه توبة نصوحة مش تيجي التوب النهاردة ها وبكرة الصبح تعاود مش هتقبل توبتك زي اللي بيبطل السجال ويرمي العلبة من شباك وينزي نشتري واحدة تاني انت مش جاد فين ارادة انك تبطل السجال انت عايز نساعد لو فيه ارادة حققية ولا مؤتمرات ولا حاجة تعالى كل واحد يمتنع عن الاذا ما يزيش غيره ما تطلبش مني انا انك بتشوي تاريخي وعايز اسلومني تاريخي وتشوي القابي مرة بنادي بالتحكيم ومرة عشان انا نادي السلطة ومرة تالتة علشان نادي القرن ما انا لازم حرود مش حسيبك تشوي تاريخي ومش ههجمك ومش ههجمك انت حر عايز تفخر بنفسك افخر بنفسك هذا دورك عايز تزهو بنفسك لما تيجي انت تقول للاهل فوق الجميع دي جميعنا احنا لما تيجي تقول الهل الزعيم افريقي الهل الزعيم وهو مش عظيم عشان بيكسب بيكسب عشان عظيم الاهل الزعيم مش عظيين عشان بيكسب بيكسب عشان عظيم اسباب تخصيني انا عادي شوف نفسك لما انت تيجي تقول يا زمانك يا مدرسة لعب وفن وهندس انت مدرس الكورة من حقك تشوف نفسك كده لما يجي الاسماعيل يقول انا برازيل المصر من حقك دي لا تزعلني دي ولا تدايقني ولا مفروض تدايقك ان انا ما اقول انا نادي متصق اهدافي مع الدولة انا نادي الدولة اذا ما توقفت قلت انا رجل دولة رجل دولة يعني هي رجل مسئولية يقدر المسئولية احنا عايزين نزيل ام الايح من الوسط الرياضي اللي هي الاسباب التي تؤدي الى الفتن اللي هي التجاوز الافتراء الاهانات السباب المستمر ان احنا نتكلم على بعض ايه بلاش كلام على بعض خلصت ولا ما خلصتش انا رأي انه لا شيء يمكن ان يحدث في اي مجتمع جاد بدون فرض القانون يوم ما يغيب القانون تحدث كل هذه التقيحات احنا مجتمع عريق قديم له عرقة طويلة جدا 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 لما بيغيب القانون بيحدث كل هذا العبد طبق القانون على الجميع سواسية قانون عندك بيفرض عقوبات على ناس ليه ما تطبقش قانون يمنع ناس من انها تحضر ليه بتحضر قانون بيفرض عقوبات عشان تنفس ليه ما بتتنفسش اللي بيطلعوا القانون او اللي بيطلعوا القرارات اللي صادرة بموجة بالقانون هم اول ناس بينتهكوها وبيخترقوها وبيدعوا الموقوف طيب يا جماعة طبقوا القانون على الكل في الوسط الرياضي ما تحسسوش الجمهور ان فيه حد فوق القانون ما تحسسوش الناس ان فيه حد القانون ممكن يطبق على سينه وما يطبقش على مصادر انت عايز يستفيد من دعوة عنوان هاج حلو انك تمرر بعد المكاسب ما تخصنيش انا ما تخصش الخلاف يعني انا اجي اقولك عشان اتصلح معاك انا اخطأت في حقك بس انا كنت مقدم على حتة ارض والدولة مش عازة تدهاني ادوني حتة الارض خلونا اتصلح معها براهيم يعني ايه علاقت فكرة المصالحة حتى السيد براهيم ايه علاقت بس حتى الاسباب انك يعني عايز تعمل صلح مشروط في اسباب ما هياش في الموضوع انت عند جمعية عمومية روح دافع عن حقك في اعتمادها بالقانون وانت روي القانون وقادر ايه علاقة دي انك انت لازم تحللي دي عشان اصالح النادي الان وهو ليه يبقى فيه مصالحة هي فيه مخاصمة مفيش مخاصمة فيه كل نادي عنده لا بيقول اسباب الاحتقان اسباب الاحتقان سبابها الحقيقي تغيب القانون انا يعني صدقني ما فيه مختمع عجال طبق القانون احنا لمطلوب ان احنا نتخاصم ولمطلوب ان احنا نتصالح ومحناش في حالة خصام عشان نتصالح مش مطلوب حتى نتخاص حق بعض انت عندك كل نادي او كل هيئة عندها ضوابطها وعندها وضعها تشتغل طب انت عملت ايه بقى بمناسبة ان انت عملت قول القانون قانون انت مشطلبت ايه حالة نفسك ايه لتحقيق انا انا تلقي الدعوة من المجلس الاعلى للاعلام برئاسة محمد احمد اه قال ان احنا يمكن ده جانب منه ساز مكرم والمجلس الاعلى للاعلام قالوا عايزين نقعد مع رئيس سحرير الاهل ورئيس سحرير الزمالك لمحاولة الوصول الى صيغة تطبق على بقية جوانب الاعلام الرياضي ونبدأ يعني فيه رغبة جدة طبعا من المجلس كان حاضر الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس وحاضر الاستاذ اعضاء المجلس كان فيهم الاستاذ صالح الصالحي والاستاذ جمال شوئي الاستاذ بقية اعضاء المجلس والاستاذ محمود سليم الامين العام والاستاذ فهم عمر رئيس لجنة رصد ومتابعة ضبط الاداء الاعلامي ومعه السادة اعضاء اللجنة فيها كابتن عصام عبد منعم كابتن شوئة حامد استاذ الازاع الكبير عاد المهر والاستاذ كاتب الصحفي صديقنا الاستاذ اشرف محمود ويه رئيس سحرير مجلة الزمالك الزميل الاستاذ علي بركة الكلام كله ازاي نقدر نضبط الاداء في المرحلة اللي جاية انا كالرأي قلته احنا لو هنفضل نحل المشاكل بالزهنية بتاعة اتحاد الكورة انك عايز تأجل مطش للأهل فتأجل مطش للزمالك عايز تعاقب الأهل فبتعاقب الزمالك فقلت له الاستاذ مكرم طالما الامور انا اوجه نظار لمجلة الزمالك فلازم اوجه نظار لمجلة الاهلي انا هعاقب الاهلي فلازم اعاقب الزمالك ممكن طرف منهم ما يكونش مستحق الاشادة او مستحق اللوم مش بالضرورة انا بربط ثلاثين في حزمة واحدة نفصل المسألة عشان نعرف ليه كل واحد مسؤول عن تصرفاته كل واحد عن تصرفاته سلبا او اجابا وقلت لهم انا في الفترة اللي فاتت اتقال لفت نظر مجلتي الاهلي والزمالك فانا يا جمعة بدرت ان انا بعدتلكم مذكرة انا طلب التحقيق معايا في معرفة سبب هذا الانذار او هذا اللفت ليه لفت النظر ليه الانذار قلولي فين الخطأ على الاقل حتى لا يتكرر دخلنا فيه كلام كتير ثم كانت الرؤية الغالبة للأستاذ مكرم طب ما تخلونا نبدأ من دلوقت قلت له النادي الاهلي قوبلة بكثير من منشطات الاساءة بشكل واضح وصريح جدا اتخذ الطرق القانونية السليمة ما حصلش اي تراشق زي اللي بتقال لا بالشكل الاعلامي ولا بالشكل الصحفي او الرسمي الاداري كان حاضر الاستاذ محمود خالد المستشار القانوني النادي الزمالك في اثار جزئية ما انتو لسا بارح بتقولوا الاهلي نادي الدولة الله والاتحاد نادي الدولة هو ده اللي انا عايز اقوله واخدلك انتو لم فهمين ان دي غلطة مننا يا جماعة انتو عايزين تقول لازم يكونوا كده رجل دولة اي شخص رجل دولة هو رجل مسؤول رجل يعي التزاماته بشكل جيد بمقرأ المصرح العامة لدولته هو ده نادي الدولة هو ده نادي الدولة رجل مسؤول اللي عايز بقى ياخد المعنى ويديه في حتة هو عايزها كانت على الترابيز الروح طيبة جدا والرغبة في التوافق كويسة جدا سواء من الستاذ علي بركة او من الستاذ محمود خالد او طبعا من التشكيل الكامل الاعلى للإعلام فاتفق انه طب خلاص الستاذ فهم عمر بما له من خبرة كبيرة وقامة اعلامية كبيرة جدا رئيس لجنة ضبط الاداء مع احد اعضاء المجلس الاعلى للإعلام هيعودوا معنا ويتوافقوا على وثيقة يأملوا ان تكون نقطة انطلاق لكل جانبات الإعلام الرياضي لضبط الاداء في المرحلة الجاية انا قلت لهم انا برحب على كل الساعة والصدر الراحل ان احنا اصلا ما عندناش خروقات ولا التزامات بدليل ان انا بقول لك شاورل على الغلط فقلت له انا بعتلكوا كمجلس اعلى نسخ المجلة عن سنة كاملة وقلت له العدد اللي صدر مبارح عندك خمس نسخ منه اتمنى انك انت تقول لي عندك الغلطة دي انما ارجوك ما نطربتش في بعض عشان كل واحد ها 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 هتعمله ايه اعمدة الرأي وصيرت هذه الجزئية قلت له للاستاذ مكرم وهو راجل حاسم المسألة حتى عمود الرأي ده رأي صاحبه وانا يوم كرئيس الحرير اتحول الى رقيب على صاحب الرأي كده ضد حرية التعبير انما انما كل اعمدة الرأي كل كاتب يعبر عن رأيه يتحاسب عليه في الاطار من المسئولية يعني هو كمان ما عندوش اي حصانة انه عشان ده رأيه فيخرج عن الاطار الطبيعي بالضبط يعني خل الالتزامات العامة دون تحمل المؤسسة بالضبط انت غلط يحاسم على فكرة حتى القانون انت عارف ان القانون الاول كان وده بتاخدنا استاذ ابراهيم وحرق حسمع رأيك في القانون في الحتة دي ده بتاخدنا دلوقتي انك انت بتيجي توقف برنامج ها بمسمى معين ملك وكتابة ها فيتوقف البرنامج مثلا ثم تطلعوا ايه كتابة الملوك هو هو بنفس الاشخاص او الملك والكتابة نحط الالف واللم فنهرب من مسألة لكن انت اصلا بتتعاقب ايه بتعاقب المسؤول عن هذا البرنامج صحيح فخلي المسؤولية مسؤوليتك كاتب الرأيه حسب على رأيه مش الاصدار عموما اما وان الكل ابدأ التزام احنا بنأكد على التزامنا بنأكد على انه حتى ملك وكتابة من جير كل الجلسات وانا زي ما قلتلكم انا شخصيا لا اميله كل اعداد العرب اللي عايزين يعالجوا مشاكل الرياضة اللي جاد هيلتزم من نفسه كل واحد يلتزم بالمعايير المهنية والاخلاقية المفروضة عليه وكل واحد يرعي ضميره في مهنته او في رسالته ساعتها الامور كلها تمشي لكن نفضل نغلط ونفضل نتجاوز وتعالوا نقعد عشان نبوس على رأس بعض دي طرق غرفية قوي لا تتناسب مع مجتمعات عريقة ويتحطي لك طلبات ملاش علاقة بالموضوع ما وخلاص بقى كل واحد عايز ياخد مكسب من وراء الاعداد مش مفروض طبعا وانا زي ما قلتلك مش مطلوب الناس تتصالح لانه اصلا مفروض مفيش مساحة خصام كل واحد بيتنافس بفرقته او بالنادي بتاعه في اطار من الضوابط المفروضة عليه يلتزم بيها لكن مطلوب ان احنا نتجاوز ونغلط عشان يرجع حد تاني ياخد بنته ويصالحنا ونرجع تاني ترجع ريمة لعادتها القديمة لان احنا ما قضناش على ام القياح اللي هي السبب السبب المشكلة يجب مواجهتها وعلاجها والتخلص منها تنتقضي على تدعيتها نتمنى كما نتمنى ان كل جمهورنا اللي بيتابعنا يبقى شاهد على مدى انضباطنا وعلى مدى حرصنا على كل هذه المعايير القيامية هنطلع لفاصل هذا هو الاهل الجاحد يا كابتن جمال وهذا هو الاهل الجاحد يا كابتن جمال استاذ ابراهيم لديك معلومات في هذا الشهر لان احنا من ساعد ما كنا بنناقش هذه الحلقة كنت حريص انك تتحرى من مصادرها عن حقيقة ما حدث طيب الكابتن جمال عبد حميد كابتن جمال عبد حميد لما نتكلم عنه لازما نحط ثلاث اربع نقاط مهمين في الاعتبار كابتن جمال عبد حميد نجم النادي الاهلي في السبعينات لغاية لما مشي من النادي الاهلي في ثلاثة وتمانين اثنين 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 ثلاثة وتمانين لعيب مهم رأس حربة موهوب واحد من اصحاب ضربات الرأس المميزة جدا حقق مع الاهل انتصارات وبطولات لا شك لما راح الزمالك يحسب له انه حقق نوع من الانتصار الانساني خلينا نقول اكتر منه الرياضي كمان لانه انت بتتكلم على حد اصابة خطرة جدا كان ممكن تبطله كورة الى واحد يرجع يلعب كورة فيستمر بعد عودته في نادل يرجع لنادي الزمالك فيلعب ست سبع مواسم ويبقى كابتن منتخب مصر في كأس العالم دي مسألة على الناحية الانسانية قبل الرياضية نجاح يحيى عليه يحيى عليه لانه هذه الارادة وهذا الاصرار على العودة وانه يرجع يبقى كابتن منتخب مصر ولما تعرفوا انه اللي خده منتخب مصر وداله الفرصة ولبسه شارة واعتمد عليه هو اللي كان صاحب القرار الفني فيه في النادي الاهلي انه وقتها لا يصلح فبصوا عشان كده خلينا نثمن ونحيي قيمة الانتصار الانساني وهو نفسه كابتن جمال لما في حالة قبل الماضية جبنا له فيديو قال ان انا في بداية مع النادي الاهلي لما خسرنا بطولة غضبت وقعدت في البيت في عين الصيرة وقلت مش هلعب وانقطعت اللي راح جابني وخدني عنده البيت الكابتن محمود الخطيب زميله اللي بيلعب معاه في نفس المركز وخده معاه في البيت لغاية لما فازوا بالبطولة فازوا بالكاس اذا واحد عن اصرار وهذه الروح انه يرجع ويبقى كابتن مصر في كاس العالم لازم ان يحيا ده جانب حتى لا تبخسوا الناس اشياءهم لكن لما يطلع كابتن جمال عبد حميد يصف نهاية علاقته بالنادي الاهلي وصفي خل النادي الاهلي نادي النكران والجحود اي حد من الاجيال الجديدة اللي ما عصرتش المشكلة او اللي ما عندهاش فرصة تقرأ عن حقيقة الموضوع او سبب انتقال جمال عبد حميد من الاهلي للزمالك وظروفه وكواليسه لازم ان يتبادر لزهنه انطباع سلبي جدا على النادي الاهلي قد كده النادي الاهلي عنده هذا القدر من النكران ومن الجحود ومن القصوة الشديدة في التعامل مع واحد زي ما هو صوعه هو ده المقصود تصدير المعنى ده هو ده المشكلة ده المقصود تصدير هذا المعنى وانت تعلم من غير حقيقي ان الحقيقة في حتة تانية خالص علشان كده ملكه اكتابه هو ده صميم دوره وده ألف ده رسالته لما تمس قيمة النادي الاهلي وحقيقة النادي الاهلي في سمعته وفي تاريخه وفي أصوله وفي مبادته لا استوب هنبحث عن الحقيقة يا اما هنقولك سوري انت ما قلتش الصحة خلص ده قول كذب والنادي الاهلي مش كده او انت الصح والناس اللي غلطت في النادي الاهلي في هذا الواقع تتحمل مسؤوليتها التاريخية في الحالتين ما عندناش اي مشكلة شرط ان احنا نتحرى الحقيقة كاملة عشان كده هنسمع الاول اللي قاله كابتن جمال عبد الحميد واللي يخلي اي حد ياخد هذا الانطباع السلبي وبعدها نشوف حقيقة اللي حصل موسيقى اين حصل بقى مبلاش مش عايز مش عايز جسمك يا عشر لا لا اقول حاجة في تمرين من التدريبات سنة اتنين وتمانين في يوم عشر عشر اتنين وتمانين سبحان الله خلت النادي الاهلي شهر عشرة خارجت منه شهر عشر كنا في تمرينة كده ففي كرة مصطفى عبدو رفاحها فانا جيت اجيب جول بالطاير كده فاكرامي طار على على رجلي من غزبنا عنه طبعا وبيجيبي كرة مش بيجيبني فوقع على رجلي الشمال بالقصرة نصين بالقصرة نصين بالقصرة نصين انا ما شوفتهاش انا وجعتني بس كل اللعاب اللي يجي يشوف يروحات يدي على وشه جاري ايه جماعة انا موتت ولا ايه كل واحد يجي يبص يروح جاري من من الكسر رجلي وهي وورايا كان شكله وحش قوي قوي اه خدوني اعمالوني عملية واسألوا الدكتور هيلعب هاي يعد قديه لو استحملiformремاما تسعة شهور لو مستاعملت اللي یه سنة بل وخلاص بقى مش هيلعب تاني فا.... Philippines استغنوا عني استغنوا عني يعني انا ما صاحب قوي حلوة اوي بالنقطة دي بقى انت حسيت باي puh وعملت ايه الحاجة حسيتنا أنا أنا حتى سنة كاملة على عكزات وكرسي متحرك وكان عندي عربية بعتها كنت بساعد والدي في جهاز إخواتي البنات مبعيش في فلوس مبعيش في جواز والنادي العالي وقفلي بمرتبي ومشياني من نادي معيش حاجة ولا وأنا كنت طالب في معد الكفاءة الانتجال في الزازي في مستبالي كله ضعف ثاني يعني فارجعت بقى للابوية اللي هو الإسرار والعزيمة اللي لازم ترجع تاني فاروحت للدكتور طول أنا أدر ألب كرة تاني قال لا تقدر لو شلتلك المصامير لو أنت استحملتها تلعب طوله مش مستحملها قال لي لو شلتها لك طولت تلعب تلعب كرة تاني طوله طب أنا أعز أشيلها فاروحت نادي العالي علشان نشيلها لي أديني فلوس أشيلها معيش ولا ماليم ولا ماليم يعني كنت راح نادي الأهلي وأنا راكب درجة تانية في الأوتوبيس عشان معيش حق الدرجة الأولى فعدت مع مدير الكرة ساعتها وطبع ما مذكرش أسماء قلت له عايز أعمل عملية أشيل المصامير الحسن بتوجعني أو يعيز فعال لي أنت مش معنا قلوا بس أنا طورت هنا ومعليش حد يركو فقال لي خلاص أنا موافق قلت الحمد لله قال لي بس اللي هي شرط طوله شرط زي اللي أنت عايزه اللي أنت هتشرطه أنا معيش ماليم ولا ماليم قال لي أنا أعمالك ماتش اعتزال بس هتأخذ فلوسك بعد سنتين نعم شفت أنت ولت إيه أنا كنت قاعد مع عندي الدرجة الثالثة كده تحت شمسية وكان فيه تمرين في الملعب ما ردتش عليه بيأتني أتني أنا بس عايز أقول شوية حاجات قبل ما تخش في التفاصيل النادي الأهلي إصابة الكابتن جمال كانت الكسر المضاعف في أصابة الرجل تعرض لها الكابتن طه اسماعيل وعاد إلى الملاعب نجما فالأهلي مش هيقول كده يبقى بطل لأن التجربة يعني واحد من أهم مهاجم مصر حصلت وهي من الإصابات المؤلمة لكن ما بتبطلش لعيب الكورة ماهيش في الأربطة دليل إنه هو رجع لكن أنا وانا عندي معلومات مش هقولها أنا حتركك أنت الذي تحريت ورحت لمدير الكورة الذي ألمح إليه بس عايز أقول حاجة أو ثلاث حاجات النادي الأهلي أعار الكابتن حسين أمين إلى أحد الأندية أعاره أصيب في هذا النادي حسين أمين كان مدافع اللي كان جايبه من المزارع دين من المتخب الإلومبي أيوه تعشوق غريب ومتعملوش عملية وتحملها بالكامل النادي الأهلي لحد ما أخاف ومشي يعني هو ما كانش خلاص على زمتك يعني هو المقتضايات الفنية تدعت إلى أنه هيروح نادي تاني تقرر الأمر مع الكابتن أحمد علي ربنا دي له الصحة اللي في الجنة النهاردة وهو موجود وهو موجود وسألوه من اللي علجه وسحق أول النجير وسحق أول النجيري الذي يظل في مصر حتى الآن يا دين بالفضل و جلبرتو اللي قعد سنة ونص يتعالج وما هوش في قائمة النادي الأهلي والأهلي لم يفقد الأمل في عودته وزيزو اللاعب الناشئين اللي علجه النادي الأهلي أيضا وهو مش في قائمته والنادي الأهلي كل الناس اللي جات حكت شافت النادي الأهلي وهو بعد ما اللاعب بيمشي لو له مستحاد بتروح له لحد المكان بتاعه النادي الأهلي النادي الأهلي أنا بس هقول لك ما ليش دعب اللي بيحكيه أنت الواقع نفسي أنت هترد عليه النادي الأهلي الذي رفض منفرداً في الوسط الرياضي عندما توقفت الكرة وما بقاش في مدخيل وما فيش جمهور وما فيش نشاط رسمي أنه يخصم 50% من مستحقات اللعيبة كما حدث في كل الأندية تقريباً النادي الأهلي الذي تحمى لاعبه ها قال لهم بس كل اللي طالبوا منكو هنأجل قال لهم اللي في العند الأهلي ما بيروحش وخدوا مستحقاتهم على داير مليم هذا هو النادي الأهلي الذي عصرته بالأدلة وبالأسماء والناس موجودة وتطلع تحكي تفضل أستاذ براي شوفوا عشان الواقع كانت دلالاتها أخلاقية مش حلوة فكان لازم أن نقف على حقيقة اللي حصل بالزبط والكابتن جمال يعلم جيداً أنه النادي الأهلي الميزة الحقيقية الكبيرة اللي فيه أنه مؤسسي جداً يعني ورقياً ومستندات كل دا محفوظه موجود تقارير فنية مين ماشى مين ومين قال على رأيه إيه كل دا موجود وشهود العيان أيضاً كلهم موجودين الموسم اللي قبل الإصابة كانت التقارير السلوكية عن الكابتن جمال عبد الحميد مش في صالحه في مدير الكورة عنده رغبة في قرار في مساعد لمدير الكورة وأنا برضو محترم رغبة كابتن جمال عبد الحميد في عدم ذكر الأسماء لو كان ذكرها كنت هذكر لكنه على الأقل كل شهود العيان الحمد لله على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة وطولة العمر وأيضاً الوسائق كلها موجودة ما حبناش نطلع أي وسائق ولا أي صحف ولا حتى مجلة الأهل ولا كل القصة كما نشرت وقيلت مراراً كتير فيها فيها تفاصيل سلوكية مش مناسبتها خالص كابتن جمال حصل له نوع من التحول السلوكي ربنا يكرمه ويثبته عليه نحسابه على خير فمحناش في معرض النبش في الماضي على الإطلاق لكنه مدير الكورة كان عنده رأي في السنة أو الموسم اللي قبل الإصابة وكان رأي مدير الكورة المساعد من تدينه فرصة لتقويم السلوك إذ ربما أقدر أقف جنبه واعتبرها مساعد مدير الكورة نوع من معركته هو حتى أنه قال له خليني يا كابتن أنا مدير الكورة الجمال عبد الحميد ماشي عمله وقتها برنامج نفزه كابتن جمال على مدى شهرين تقريبا مع الدكتور سيد مصافة في نادي المقولين ووصل لمرحلة من الجاهزية الجيدة جدا ودخل في الفرق بشكل أساسي وبقى له مكانته في عناصر الفريق إلى أن جاء يوم الإصابة اللي كابتن جمال اتكلم عليها في التمرين وحصل أنه كابتن كرامي اترامى على الكورة نزل على رجل كابتن جمال هو طبعا لدى يقصد وكابتن جمال قالك طبعا مش قصد هو بينقذ الكورة بس قدران جات كده النادي الأهلي عمل ايه ده أهم حاجة كابتن جمال يذكره جيدا على الفور تم نقل الكابتن جمال إلى مستشفى السلام الدولي واحد من أكبر المستشفيات وقتها وحتى الآن وتم استدعاء طاقم طبي بقيادة الدكتور مصطفى الشرقاوي البروفيسير بتاع العظام وقتها هو ده كان أهم دكتور عظم زي دكتور أحمد عبد العزيز كده وقتها هو الطب زي دكتور أحمد عبد العزيز دلوقت ربنا يديله صح فكون سلطة عمل على وجه السرعة في مستشفى السلام الدولي لازم أن جمال أبو حميد يعمل عملية في ساعة عشر بالليل عمل العملية كان يوم الصبح فريق الكرة بالكامل ومعهم مدير الكرة رايحين مباراة خارج القاهرة قبل ما يسافروا طلعوا على مستشفى السلام الدولي في المعال زاروا زميلهم الكابتن جمال اتطمنوا عليه بعد الإفاقة تقرير الدكتور والدة الكابتن جمال على رحمة الله طلبت أن تفضل موجودة معه في المستشفى فالأهل حجز لجمال عبد الحميد جناح مش قوضة عشان والدته وقسرته يكونوا موجودين معاه ابن من أبناء النادي لعب وصيب في النادي فلازم أن يعالج على أفضل مستوى ممكن تمت الرعاية الكاملة على مدار فترة وجوده في المستشفى وخرج ما دي الأهل هنا اللي عملوا مع الكابتن جمال عبد الحميد الطبيعي جدا والمنصوص عليه في اللايحة ما حدش من عليه بحاجة اعتبروا موجود كلاعب أساسي في كل مباراة وهي اللايحة جد كده فعلا هي دي اللايحة عشان كده المهونس عدل لما قال اللعبة بتقولك اللي عند الأهل ما بيضعش لأنه موسق وبناء على اللايحة بدي لك اللايحة فيها كل حقوق اللاعب المصاب في فترة العلاج بياخد مكافئة اللاعب الأساسي مش الاحتياطي لعب الأهل البطولة الأفريقية جهاز الكورة بدأ يلاحظ شهر الدكتور مصطفى الشرقاء ووقتها قال شهر ونص وممكن يبدأ يدخل في التدريبات التأهلي شهر ونص شهرين ثلاثة أربعة فترة وجمال عب حميد مش منتظم في الحضور للنادي وفقا لرؤية جهاز الكورة ومدير الكورة مدير الفن في الوقت ده كابتن محمود الجهري هو رجل عسكري الشديد للحسم والانضباط وجمال عب حميد لعب مهم كابتن الجهري شايف انهم مش موجود وما بينتظم فبقى يبقى فيه رأي سالبي الأهلي خد بطولة أفريقيا للأندي أبطال الدوري مرتبات جمال عبد الحميد حسب ما هو ثابت ومثبت في مستندات النادي ومزانيته ومزانيته بالكامل بتتسدد له الأهلي الحمد لله الإصابة كانت في سبتمبر أو أكتوبر زي ما كابتن جمال قال 12-12 الأهلي خد بطولة أفريقيا للأندي أبطال الدوري الأول مرة وكانت فرحة كبيرة جدا 12-12-82 والكابتن جمال عبد الحميد مصاب كابتن جمال قال أنا كنت عايز 500 جنيه أشيل بهم المصامير والنادي الأهلي واقف مرتباتي وأنا ما عنديش فلوس وبعت العربية وعايز أساعد والدي في جواز إخواتي والعملية بقت صعبة جدا لأنه النادي الأهلي قفل عليها الحنفية خالص وده عكس الحقيقة تماما الحقيقة المثبتة بالمناسبة خد الأهلي بطولة أفريقيا اللايحة كانت بتقول وقتها المكافأة ألفين جنيه عن الفوز بالبطولة واثنين وتمانين ألفين جنيه رقم كبير رقم يعني محترم الأهلي حاطت جمال عبد الحميد ضمن الفئة العليا اللي شاركت في كل المباريات كانوا ست لعيبة سابعهم جمال عبد الحميد والستة موجودين على قيد الحياة ربنا ديهم الصحة وطلط الأم وعارفين اللايحة كانت بتقوله وعارفين أنه كل واحد فيهم خدوا لأنها أقوله مدير الكورة اللايحة ألفين جنيه لكنه محب النادي من رجال الأعمال المكافأات المكافأات انهالت على الفرع كل فرحان بالبطولة وصلت قيمة الفئة العليا اللي حط فيها الكابتن جمال عبد أو مدير الكورة حط فيها جمال عبد الحميد إلى كام الراجل عايز خمسمائة جنيه عشان يفك المصامير الراجل بقى عربيته الراجل رايح النادي الأهلي ركبته بس درجة تانية مدير الكورة رحل الكابتن جمال عبد الحميد بيته في عين الصيرة سلموا مكافأة بطولة أفريقيا في أعلى فئة كانت اللايحة بتقوله ألفين جنيه اللي خدهم اتناشر ألف جنيه وستمائة اتناشر ألف وستمائة جنيه لكل لعب من اللعيبة اللي شاركوا في كل المباريات وبينهم الكابتن جمال عبد الحميد المصاب ده النادي الأهلي استمرت المسألة كل مرتبات الكابتن جمال تصرف كاملة كل مكافأة أي مباراة الأهلي بيلعبها أفريقية محلية مكافأته بالكامل كلعب أساسي بيخدها إلى أن جات الفترة فترة الاعداد للموسم الجديد الأهلي حيسافر لألمانيا كابتن الجوهري خلاص بدأ ياخد رأي سلبي في عدم انتظام جمال عبد الحميد فترات طويلة جدا ما بيجيش مدير الكرة قراره يعني ده كابتن الجوهري فبالتالي بيتمسك بحقه في الرأي الفني محدش بيداخله فيه خالص لكنه مدير الكرة بينفزه قراره وفي النواحة الانضباطية والسلوكية دي مسؤوليته برضو مش هتكلم على تفاصيل التقارير السلوكية اللي كان بتيجي لمدير الكرة من جهات معنية برضو يعني هي كان أهم ما عدم الانتظام في العلاج مش نظامة لا يعني فيما يخص النواحة السلوكية فانا بكلمك يعني هي دي مربط الفرص كانت اجبال عدم الانتظام لا يعني أنا أصل كابتن الجوهري كان بينه بينه حوارات مساحة طبعا واندهاش لأنه هو وكابتن عباس فانا بيقول عدم الانتظام في العلاج مفيش رغبة ده كان مش عايز أستند لما قاله كابتن الجوهري لأنه مش موجود معنا دلوقت لكن ده سبب حتى المذكور في التقارير كابتن الجوهري واخد الفرقة ورايح ألمانيا في معسكر قال مش هيروح معايا جمال عبد الحميد ومحمد عباس الاتنين مدير الكورة عمل لهم برنامج هيتم تجهيزهم هنا سافر الفريق لفترة الإعداد ورجعوا كنا دخلنا تقريبا في شهر أكتوبر الأهلي بيستعد للموسم الجديد وقيمته مدير الكورة جاله كابتن جمال عبد الحميد زي ما هو آية الفعلة بس الحوار كان قال له يا جمال أنا عندي معلومات أنت أعدت مع ناس في نادي الزمالك وتحديدا فلان وفلان وده إحنا طوال الفترة اللي فاتت منتظرين تجهيزك طوال الفترة اللي فاتت أنت لعيب في القيمة طوال الفترة اللي فاتت النادي مش مؤثر أنت دلوقتي غيبت كل الفترات اللي انقطعت فيها اللي زادت عن مدة العلاج وطوال البطولة الأفريقية أنت أخدت مكافئتك كلعب أساسي ما أنكرشي فكرة أو مسألة أنه ألتقى بناس في نادي الزمالك أو اتفع على الانتقال لنادي الزمالك وهنا كانت نهاية العلاقة أنه عايز تكمل معانا لابد من إظهار رغبة واضحة في البقاء في النادي الأهلي عشان تتسجل في القيمة والانتظام في العلاج والانتظام في العلاج والتدريبات والتأهيل لما ده ما تمش شكرا لك كان الكابتن جمال بالفعل متفق مع النادي الزمالك انتقل لنادي الزمالك للأهلي أصر معاه للأهلي أسألوا بهذا القدر اللي تم العرض به لمدير الكورة كان جاحد وقاسي بالشكل اللي تقال ولا في حد يقدر يقول له واحد عايز بخمسمائة جنيه فيقول له عشان نفك المصافير المصامير عشان نشيل بها المصامير لا ده مش خمسمائة جنيه ده الأهلي دفع اتناشر الف وستمية يشيله مصنع مش يشيله مصامير فبالتالي كانت المسألة تقديرا لواحد من ولاد النادي اللي لعبه قوله مصابه ده حقه الطبيعي لكن فكرة انه يبقى فيه مدير كورة يقول له نعمل لك ماتش اعتزال طب ماتش اعتزال على اساس بنكرمك مش كده؟ اه طب هو في حد بيتكرم حد بيعاقبه؟ يعني ركبولي الكلام على بعضه هنعمل لك ماتش تكريم قال لك وقلت الحمد لله كده قضيت ده تجيب لها عشر خمساشر الف بس هندهم لك بعد سنتين ليه؟ غتاتة يعني؟ ايه المنطق ده بقى؟ يعني حتى يعني لو اتكلمت ايه هركب ازاي؟ منين عايز اكرمك ومنين بعقبك؟ منين هعمل لك مباراة؟ وبأي منطق هشيل الفلوس عندي سنتين اتنين؟ عمل بيع ايه؟ هعزبك ليه؟ عشان ان انت عايز يفكر مسامير هقول لك بعد سنتين؟ يعني نقول حاجة حتى الناس يعني تقتنع بيها شوية لكن برضو لا يعنينا ما يعنينا انه جمال عب حميد راجل احدث تجربة انسانية مهمة لكن النادي لالي عمره مكان جاه هايزك تؤكد عن نقطة اللي أزالك فيها ليه؟ هذا كلام مدير الكرة اللي قاله لك واللي يتساشت به كابتن جمال بالضبط بالضبط وقال لك على مسئوليتي بس ما تقولش اسمي إلا لو ذكر اسمي لو ذكر اسمي يقول اسم بالضبط وبالمناسبة بعد المنتخب ما رجع من كاس العالم كابتن جمال قال كلام زي كده في الاهرام الرياضي ومدير الكرة المعني وقتها رد في نفس المكان بالتفاصيل الكاملة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها يعني بالضبط شوفوا انتو من تسعين لغاية دلوقتي قد ايه الحقائق ديت لكن لما يكون الكلام ده مرة عليه عشرين تسعة وعشرين سنة وأجيال جديدة تولدت مع سريتشي تسمع كلام زي كده لا الانطباع مش حلو مدير الكرة ده قاسي جدا اندي الآل ازاي وهو ده ابويا الروحي طيب هو كابتن جهري هو صعب قرارنا الفني في الاستغناء صحيح يعني القصة انت كابتن ربنا كرمك كابتن جمال وعملت كارير هايل وجبت لزمالك بطولات هايلة وبقيت نجم مصر وحاجة حلوة ربنا عوضة كابتن مصر في كاس عالم هو ليه ليه لازم ان انا يعني جزء من التجويد في العلاقة اللي بيني وبين ناديه الجديد ان انا اسيق للناديه القديم بطلع وحش ليه لماذا يعني يعني انا عندي تفاصيل اخرى وعايز اقولك هو كان في مصر ومين اللي كتب التقريب وكان مسؤول انه يجهزه وقال له ما بيجيش ما بيجيش مش عايز ييجي ام انقطاع دائم يعني مش العلاج انا معرفش السلوكيات الاخرى انما انا كنت موجود في التفاصيل لانا كان اصارت انتباهي العيب مش تقليد انك بتسيبه يعني وتدعيات بعد كده موضوع محمد عباس وكده اودت الى الازمة الشهيرة بعد كده الكابتن الجوهري فالموضوع الموضوع له جدور اه انا بس عادك ده هذا كلام مدير الكورة المسؤول هو اقتا المسؤول وبالمستندات بقولك بالظبط وما حبناش يعني نعرض اي مستند احتراما برضو التفاصيل لانه التفاصيل لما بتبقى فيها تفاصيل لا لا هو التفاصيل هو قالها حيعفيك منه يعني انت عندك المهندس عاد لي اعفاني من ما اقول لشوف الفيديو طب ليه محمد كانت محمد عباس مرجعش زيك انا كان معايا وساعدت السؤال اه وانت تعلمت من والدك ايه والمسؤولية وفي فرق من انت يعني انتو خدت سك يعني هو خدت سكة كده هو ما عارفش يرجع الصحبة الوحشة دي حكت علي اه انا ما ما بيش حد ما انت كنت معايا من دامنا اصدقاء فانا خلعت منه اقول لها محمد مش ينفع الطريق دو اه فقال لي لا ما بيش حد يقدر يأثر علينا اقول لها هيأثره فالحمد الله ما يعني سبنا بعض فترة اللي بتاعت الاصابة دي وروح تلنادي ده لانه في فترة الفرقة سافرت المانيا الفترة اللي قبلها على طول كابتن جمال عبد حميد وكابتن محمد عباس ومحمد عباس للاجالي الجديدة واحد من اهم المهجمين اللي ظهروا في الفترة دي في تاريخ مصر ده جورجوية المصري القوة والسرعة والمهارة ولما حكى حتى قد ايه كابتن محمد الخطيب كان يعني زعلان عليه جدا كان بيروح يجيبه ويبيته عنده ويحافظ عليه ويحاول يحوط عليه لانه طلع في فترة كان لأ فيه ظاهرة هجومية غير طبيعية كاسحة كانوا تشاكل معتمر رقم واحد عنده اه فبالتالي السكة اياها هو زي ما كابتن جمال قال فضلنا مشين مع بعض بس سبته في مرحلة معينة نشوف الفيديو ده كمان اقول لك اه ده البايزين بايزين ليه احنا احنا معزومين يا عيد ميلاد وعلى عين انت خاصة عين انت عمى يعني الناس كلها شايفينا وبعنا عشان نبق مع بعض عصدقاني ببايزين فعني احنا انا عباسو بس هم اطلقوا عليكم الثلاثة المشاغب في كرة القدر انت وحمام وعباس انا نسف شو بعض عسفنين انا نسف شو بعض لا ما فيش مشاغبة في الملعب بس لا مره الملعب ولا مره الملعب يعني ببضو ناس كويسه يعني يعني مكناش وحشي نوع مانت عامل مع الناس بكل بساطة بكل حب يعني أم القصة السهر والكبريهات كبريهات هي يا عمّة إحنا عمرنا أنت عمرك وقت كبريه يا ابني غير 50-60 مرة بس يا ابني كبريهات إنت رأيت المظلوم معاك والله الرجل ده كمّل بيت يعني أنت دلوقتي ما كنت نك بتغني ما كانش بيأخذك الكبت دهضع دهما عنيد لك الكبت الجمال ما كانش بيأخذك هو وحمامه ويتغنوا في الماء تكنب عشر خطر دهضة بس عكام ما تدفعوش العشاء والمشاريب وانت تغني كان صوتو حلو قوي كان بيغني العلمك في العربية ما كانش بيغني في النهات يعني أنت ما كنتش تروح معاهم شرع الهرم وتتعشوا ببلاش عشان متعشوا ببلاش وكل حاجة بقولك ايه بقولك ايه بقولك ايه احنا كنا بنروح كنا بنروح كنا بنخلي صاحب كنا بنخلي صاحب الصلاة يكسب دهب مجرد أنك تدخل كان بتنقط كبات المصري مجرد ما بقولك ايه انت قابلي انت روح دي نايت كلاب مكتر من خمس دي نايت كلاب ورق اخر جملتين خلصوا الموضوع ويخلونا لا محتاجين لرأي مدير كرة ولا اي حاجة كنا بنروح اي صالة في نايت كلاب نغني نغني والناس على حسنا بتنقط وطبعا اللي بترقص ولا اللي بتجني بتلموا نقوط قد كده على حس ان النجوم مصر ونجوم الكرة موجودين هي دي الاسباب الحقيقة نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف الالوفيتا وموعد مع الحسن الفقرة الماضية احنا طبعا شرحنا لكم الجزء الذي يخص الحقيقة بالنسبة لنادي الاهلي لان احنا في الفاصل السيد زبريم عمالي جيله على تليفونه مستندات وحاجاته الناس متوقعين احنا نقعد نقرأ وكننا نقعدين في قاعدة يعني مكيدة مع شخص يعني بالعكس احنا بنحب الكابتن جمال ونحترمه لكن احنا بنتكلم على خص الالي وجاء على لسانه من منظور الحقيقة والحقيقة فقط فما احناش معنيين بعد اذن حضراتكم ان احنا نضطر نتكلم في هذا الامر يعني مش وقته صحيح ايه حكاية الالي وفيتا وموعد مع الحسن بكرا ان شاء السبت ان شاء الله الساعة ستة بتوقيت القاهرة خمسة بتوقيت كنشاسة الاهل وفيتا كلاب الكنغولي المباراة في استاد الشهداء في العاصمة الكنغولية كنشاسة المباراة في الجولة قبل الاخيرة بالدوري دور الابطال افريقيا دور الستاشر الحكم فيكتور جوميز من جنوب افريقيا الاهل زي ما حضراتكم عارفين موقفه سبع نقاط سيمبا ست نقاط شبيبة السورة الجزائري خمسة والفيتا كلاب اربع نقاط عشان كده الجولة دي مهمة جدا لانه في الوقت اللي الاهل بيلاعب فيتا كلاب في الكنغو شبيبة السورة الجزائري بيستضيف سيمبا فبصوا الانقلابات اللي حصلة الاهل بإذن الله تعالى يحقق مكسب يبقى حسم التأهل بشكل تام اي نتيجة غير المكسب يبدأ يحتاج لمباراة شبيبة السورة الجزائري اللي حتكون يوم خمستاشر في برج العرب ان شاء الله لكن كمان اذا كان الاهل عنده سبعة وفي تا كلاب عنده اربعة يعني الاول بلعب الاخير فيما بينهم سيمبا عنده ستة وشبيبة السورة عنده خمسة شبيبة السورة لو كسب في ملعبه هيبقى تمانية هيبقى عدى سيمبا التنزاني ويبص على مباراة الاهلي الاهلي لو كسب بإذن الله السبعة تبقى عشرة اتعادل السبعة تبقى تمانية يتساوى مع شبيبة السورة لو شبيبة السورة كسب يبقى المباراة الثانية اللي بينهم على ترتيب من أول ومن تاني دي حسابات هذه المجموعة نشوف في هذا التقرير الصوتي الأهل وفيتا كلاب وموعد مع الحسن الأهل لا يشد الرحالة إلا لحدث عظيم وفي الساعة السادسة من مساء السبت سيحل ضيفا ثقيلا على فيتا كلاب بطل الكونغو الديمقراطية على ملعب الشهداء من أجل هدف واحد للفريقين وهو الفوز الأهل لضمان التأهل رسميا لدور ثمانية لدور أبطال إفريقيا وفيتا كلاب من أجل يحياء أمل التأهل لنفس الدور يأخذ الأهل اللقاء وفي جعبته سبع نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة بالبطولة فيما ياتي خلفه سمب التنزاني برصيد ست نقاط ثم شباب السورة الجزائري برصيد خمس نقاط بينما يتذيل فيتا كلاب المجموعة برصيد أربع نقاط الفريق الكونغولي يدرك أن أي نتيجة غير الفوز تعني خروجه من البطولة والأهل يعني الخسارة دخوله في حزب الدرمة قبل مواجهة السورة الجزائري في الجولة الأخيرة يوم السادس عشر من مارس الحالي فالأهل يملك من الدوافع والخبرات ما يجعل أحلامه منطقية على أرض الواقع التركيز الشديد والحذر شعار رفعه الجهاز الفني واللاعبون قبل خوض اللقاء وأبرزته الصحف فكتبت الأخبار على لسان لاسارتي لا نفكر في القمة ونسعى للمنافسة على كل البطولات فيما كتبت الأهرام لاسارتي يحذر لعبيه من سرعة مهاجم المنافس أتصريحة المقتضبة للأوروغايني مارت الأسارتي تعكس طموحات القلعة الحمراء والجماهير المتعطشة للفوز بالكاس الإفريقية هذا الموسم من أجل كسر شوكة جنرال الحظ الذي تصدى للأهل في آخر نسختين من البطولة ولما لا يفعلها الأهلي وهو البطل المغوار وفارس القارة السمراء الذي لا يعترف إلا بلغة الانتصارات وتحقيق البطولات إن شاء الله بشمهندس اشتباك يعني الأربع فرق النقاط قريبة أنت بتتكلم في سبعة ستة خمسة أربعة كل فرقة من الفرق الأربعة كل واحدة فيهم عندها فرصة تتأهل أول أو تتأهل تاني أو تخرج يعني النتائج تقدر هي دي قلت المجموعة أستاذ إبراهيم ذلك دائما أنا لأذب مع تحليلات القبراء بعد الأرهب بتبقى نظرية أولا لا بتبقى نظرية بالضبط ما فيش معلومات ولا على واقع ما فيش دلوقتي على مستوى العالم فرق كبيرة وفرق صغيرة خلاص في أرض واقع أنت نزل النهاردة شكلك إيه توفيق حيحلفك ولا لا آه عندك القدرات والحزوز ماشي لكن ما يتحقق في أرض الملعب ده شأن عايزين نتعلم الكرة كده ونتعامل معها لهذا الأساس طيب اللعابة اللي انتوا شايفينهم واحد وعشرين لعب مرت اللي صارت استحابهم معاه إلى كنشاسة محمد الشنوي وعالي لطفي في حراس المرمى الحرس التالت شريف إكرامي مصاب فبالتالي مسافر بجولين اتنين ربنا يستر في الدفاع معاه محمد هاني وأحمد فتحي سعد سمير وياسر إبراهيم ورامي ربيع وعالي معلول ومحمود وحيد وآيمن أشرف ومعاه في كتيبة خط الوسط عمر السلية وإسلام محارب وأحمد حمودي وحشاب محمد ووليد ندفد وناصر ماهر ورمضان صبحي وحسين الشحات والفراودة وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجاية مسافرش طبعا شريف إكرامي وحسام عشور وحمدي فتحي ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد النجيب للإصابات وعدم الجاهزية بالإضافة إلى محمد شريف خرج من القائمة الأفريقية أنتوا عارفين طبعا جيرالدو ما تسجلش أصلا لأنه كان لعب مع أول غسطس الأنجولي في الموسم الأفريقي الحالي فما تسجلش لكن القائمة الأفريقية كان خرج منها ميدو جابر اللي انتقل للمقصة وطبعا كل بالي اللي أنهى عقده مع الأهلي بالتراضي زي ما قلتلكوا هيلعب الأهلي وفيتا وشبيبة وسيمبا والجولة الأخيرة يوم 15 الأهلي حيستضيف شبيبة الثورة وفيتا كلاب هيلعب مع سيمبا التنزاني فيكتور جوميز الحكم الجنوب أفريقي حكم جيد أدار مباريات كتيرة للأهلي منها أو آخرها القطن الكاميروني السنة اللي فاتت كان في دور المجموعات قيمة المباراة كانت في الكاميرون والأهلي فاز وقتها 2-0 لو تفتكروا جونيور أجيو ومؤمن زكريا المباراة التانية اللي قد فيها فيكتور جوميز للنادي الآلي كانت في مباراة العودة في نصف النهائي للبطولة الأفريقية السنة اللي فاتت واللي فاز فيها الأهلي بالنتيجة على النجم الساحلي واللي الأهلي فاز فيها 6-2 يعني وشه حلو على الأهلي المباراة التالتة والأخيرة اللي أدارها فيكتور جوميز للأهلي كانت قدام كامبالا سيتي في دور المجموعات في الجولة التانية الموسم الحالي المباراة انتهت المباراة في أغندا وخسرها الأهلي بهدفين المباراة الرابعة كانت في الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري في قياب نصف نهائي دوري الأبطال السنة اللي فاتت خسر فيها الأهلي 2-0 بهدف 2-1 أو بهدفين 2-1 وكان هدف الأهلي جابه وليد سليمان إذن حكم عنده هذه الخبرات كرة جنوب أفريقيا كرة متقدمة باشموندس لكن تحب تعرف انطبعات الجماهير؟ بالمرة لأنهم عايشين حالة من التفائل لأن المباراة الأخيرة كانت مباراة تدعو إلى التفائل لكن تعرفني أنا بتاع مباراة بمباراة طيب نشوف تقرير صوتي مع أو تقرير من الشارع مع بعض جماهير الآلي إزاي شايفين مباراة فيتا كلاب وتوقعتهم لها توقعات إن شاء الله الأهلي إكساب 3-1 عن مباراة Holly سعود فرصة تقرير ق RECE الآلي الفيديو или أهلي الفيديو فالمطلعات احركيا ب brethren ويجب أن تأتوسع たبي Eli لأنه مكانه الحقيقي هو النادي الأهلي كأسسن نادي في الأفريقيا تالت على العالم لازم نرجع النادي الأهلي ان شاء الله احكى من قدونا وسترجع لا من الناژ بأك Fitnu يبقى سعادنا مركز المجال يذكر أخذك الحمد لله كده نسألنا بقى النتاجة التانية بتاع الفرق التاني اللي يصعد تاني يصعد معنا والمتساعدة إن شاء الله ناخد البطولة إن شاء الله أدايا النادي الأهل هيكون كويس جداً زي ما عودنا في آخر مطشاطه وبإذن الله بإذن الله هيفوز بإذن الله ويخلص من هناك وإن شاء الله نحافظ على المركز الأول ونصعد من بدري بدري إن شاء الله لأهل 8-0 وعلى فكرة نزم الكاوي بس طبعاً المتشار الأفريقية دي حاجة والدور حاجة تانية إن شاء الله ميتة كلوب في المنباشي صعب جداً الثلاث مطشاط للأهلي لأداء جماعة كويس فيه كرة كويسة عاف ربنا يا سهل إن شاء الله ويطلع مرشي كويس بإذن الله إن شاء الله الأهل هيكسب 3-0 واضح تأثير المسيرة بتاعت الأهلي في الدوري والسعادة الوضع مدي حالة من التفاقل لدى الجماعير نتمنى بإذن الله النتيجة تدعم هذا التفاقل المباراة مهمة جداً جداً مش عايزين نستنى للحظات الأخيرة على أعصابنا وعايزين باستمرار يبقى مصيرنا في إدنا مش فيه اتحاد تاني أجواء التفاقل تيسها إزاي يعني هل أنت شايف لما تبقى فيه حالة من البهجة والتفاقل حوالين الفرقة في منخها ده إيجابي ولا يهبط إيجابي لو متاخد في سياق اللي أنا بقوله لك إن دي مباراة مش بالضرورة أنها تتكرر تتكلم على بيت رجيت أي مباراة وأنت هتتفاقل المباراة السابقة أو اللي قبلها الحالة العام حتى لما تشوف بيراميدز ولا زمالك ولا مدعاة التفاقل كانت أداء معين وبعد دي الطبوس تلاقي الصدمة تجيلك من نتيجة سلبية لا الصدمة ولا التفاقل مبنيين على أسس موضوعية قرة القدم فيها توفيق وصدفك في ليلة المباراة أو في ساعات المباراة ولازم تبقى مرتبطة أيضاً بتوفيق تحكيمي وتوفيق في كل حاجة ما تتعرضش لإصابات وتلاقي نفسك بتعمل تغييرات اضطرارية ملاش دعب النواحي الفنية يعني في حاجات كتيرة جداً بتتحكم في نتائج المباراة نتمنى النادي الأهلي تبقى أموره طبيعية لكن بالمعايير يعني إذا كنت الكمبيوتر بيختار حيختار طبعاً يقولك الأهل لكن هو كمبيوتر لا له عقل ولا عاطفة بتدخل له معلومات بص الجون ده مش ماندس لا ده جون عبقري جون ده حد النهاردة لفت نظر الحاجة قال لي من بدايته مروى 24 تمريرة بدايته خالص وأصلاً مروى بصاه وجري خد فيه وبعدين جيرالدو عمل إيه خد بالك اللامس جيرالدو يعني طبعاً في حالة من التناغم مش عايزة من أخشى بس التناغم ده مربوط أيضاً بحركات المنافس لفيه درباكة وزحمة وتكدس مش هيبقى فيه الإبداع ده بص عشان تشوف الحيرة هتروح إزاي يعني حد كان بيسألني قبل ما ندخل هو رمضان صبح وحسين الشاحات لملعبوش يوهو قلت له أه تصدق بس بقولك إيه هو رأيك في أجيو جيرالدو إيه اللي كويسين جداً يعودوا يعني قلت له طيب يعني دول قال لي أما لو يرجع واليد سليمان فيقعد يعجد خمسة ستة هيلعبوا على حساب بعض أيوة لأ في النهاية في الآخر فيه تلاتة هيلعبوا أنا فاهم أستاذ برايم الناس بتحب الغايد فلأ ما بيلعبش وهو ده بقى ثراء الفريق الذي يريد أن ينافس على بطولة إنه تبقى عندك البدائل اللي لا تشعرك بغياب أحد بس طيب واحد من اللي قدروا يديروا هذه المجموعة بالتوليفة توصل للمستوى الهائل جداً الكرة الجميلة تفتكروا لما الأهل تعاقد مع هذا المدرب اللاتيني وهو أول مدرب اللاتيني من أمريكا اللاتينية يقود فيها الأهل في تاريخ الكرة الأهلوية قلنا وقتها أنه الأمل أن نحن نلاقي البصمة اللاتينية مع هذا الأورجوياني الحقيقة ظهرت انحيازاته الفنية انحيازاته اللي لعبته الكرة اختياراته دايماً لللاعب اللي عنده قدر من المهارة لأنه هي دي كرة القدم مواقف معقدة بيحلها حد عنده مهارة طبعاً المهارة لما تكتسي بالجدية والانضباط واللياقة البدنية واللياقة الزهنية والالتزام والالتزام التكتيكي في الملعب والسلوكي عامة لا نبقى مع حالة عالية جداً كل اللعيبة اللي انتوا شفتوا مستوياتها علية من الناحية التكتيكية حتى في التحرك الجماعي للعيبة مع بعض لازماً يذكر مرت اللاسارتي طيب قبلنا تروح لمرت اللاسارتي هعمل لك زي الرجل اللي قال لك فين رمضان وفين حسين وبعدين قال لك فين وليد انت بتقول لي بيانحازن لعيبته الكرة طب ما كل تقريباً معظم فريق الأهلي دلوقتي لعبة كرة أنا عايزة حيي قرار الاختيار أي؟ موضوع؟ لأنه باستمرار هقول لك على حاجة كان فيه سمة دايماً وأبداً أنه الأهل بيختار اللعيب الأقوى وبشخصية معينة كان يبقى معيار المهارة متأخر سنة لما بدأت الانحيازات في الاختيارات ده أنا بحيك كل القائمين على الفكرة أنك رايح للفوتبولرت أنت عايز لعيب مهاري كل العناصر اللي أنت جابتهم حتى اللي في نص الملعب لأول مرة أنت العناصر اللي هافت ديفندر اللي أنت جابهم لعب وسط مدافع مهاريين بس فيه قوة ماشي مهم أعصد دي معادلة طبعاً مفيش حاجة على عساب حاجة طبعاً لو جابت لعيبه مهاريين كلهم الفريق يضيع لو جابت لعيبه أقوية مفيش متعة والفريق يضيع المالكة والشغلات المالكة والشغلات في خالية النحل كل واحد لهم دوروا في الخلية متضعش تقول مين أهم من مين ناس بتعمل لك خالية الشمع اللي هم الشغالة ناس العسكر ده الخلية مكونة من كده فعلاً نحل عسكر ونحل شغالة وذكر وانتايا هذه الأربع مكونات ناس بتبني وناس بتلم الحريق الرحيق وتدي للمالكة اللي قاعدة بس بستنيها كده لحفظ النوع بعدين المالكة دي تطير لأعلى مسافة فكل الزكور يطير وراها ولا يلحق بها في أعلى نقطة ارتفاع إلا أقوى ذكر شوف الحرص على أن النوع لازم يبقى قوي يلاقحه يموت تلقيح لازم ينتهي بأنه يموت فأدي خالية النحل لو كلها مالكات النوع ينتهي لو كلها شغالات النوع ينتهي لو كلها عساكر نوع ينتهي لو كلها زكور طبعا نوع ينتهي إذن هذه التكوينة هي تكوين فريق كرة القدم وأنا مرة كتبت هذا الكلام في مجالة الأهلي خلية النحل ليست كلها مالكات here's a very cool name وثمي ولحظي لدينا ناس تجري وناس تقطع وناس تدافع وناس تهاجم وناس بتبديع ولكن يسلام لكلهم مغلفين بالمهارة بس ايه يعني بنسب حتى الاطراف يعني انت شفت هاني قد ايه عامل اضافة نوعية هيلة جدا علي معلول علي معلول بص ده غلاف مجلة الاهل النهاردة معلول غير معقول ده رأي تحقيق الزمل عاملينه في العدد الاهل ابدع وامتاع مع لعب الجهة الشمال في الاهل ربع ياسين محمد عمارة سيد معوض كل الناس ياسر ريال الناس اللي لعبت في الناحية الشمال يقولوا رأيهم فعلي معلول يعني تشخيصهم هو انت عارف علي معلول عظامته يعني قمته قمته في ايه قراره سدقني يا سيد ابراهيم محمد صلاح ثلاث تربع قمته في القرار مش في المهارة بس ما هوش اللعيب بتاع المهارات مش رونالدينه ما هوش الخطيب ما هوش ابو تريكا اقرب اقرب الى زهنية محمد بركات اقرب الى زهنية القرار ازاي استخدم المهارات بتاعتي في التوقيت ده بالطريقة دي الفكر والقرار القادر على التطبيق مع السرعة الفائقة دي مقاومات مهمة جدا جدا النهاردة في لعب كرة القدم فالنهاردة عالي معلول هو قرار يبان سهل جدا يعني الكرة اللي رح لعبها ببساطة شديدة كده كرة سهلة جدا انما عشان هي سهلة في عبقرية في الفكر كان يقدر يروح وشوت متضيق وكنت حتقول له هارد لك بس هو عمل الصح هو انك انت بسمته قل له ايه لعبها بالعرض شوت لأيه بشقوت هو ده هو ده صاحب القرار الذي يتطفق مع المصلحة العام طيب وناصر ماهر كمان حاجة يعني ناصر بيزيده بياخد خبرات طبعا حاجة علوة واللي انا عايزة حييه على اللي انا بسمعه صالح جمعة يعني بسمع من تصرحاتهم اه بسمع الانضباط والجدية والرغبة خلي بالك صالح جمعة اذا كان يجهز كما اتصور وهو عنده هذه الارادة كما يبدو وكما يقول قد يكون هو المفاجأة التي تحدث الفارغ في الفترة القادمة نتمنى ان شاء الله وده اللي يعمله مارت اللاسارتي سألنا لبعض الجماهير عن لاسارتي شايفين دوره ازاي مع الفرنة نشوفه اشتركوا في القناة لا هو بصراحة عامل شكل النادي الاهلي بصراحة يعني هو في وقت صعب في نادي الاهلي كان يفتر السابع والتامن بس هو يعني بصراحة مدرب شخصية وبيبان الشهود التاني المدرب بيبان في تغيراته يعني هو التغيرات الشهود التاني بصراحة بيفرق قوي والأهل واقف فدنياً واللعيبة يعني بيعمل روتشا لللعيبة والله هو مدرب كرته حلوة جداً وإن شاء الله يحقق إنجاز مع النادي الأهل بإذن الله ويعني أتوقع له بإذن الله أنه هو يكون خليفة لمن والجزيه وبإذن الله حيبقى فيه بطولات كويسة جداً معه مع الأهل إن شاء الله بأمر الله الله هو الحد للوقت الراجل ماشي بطريقة كويسة جداً وأهل حاجة فيه بتعجبني فيه يعني إنه هو الناس المصابة بيحاول بقدر الإمكان بيلعبهم يعني في الموتوشا للأخرينية دي بيلعبهم في وقت يعني في وقت معين يعني فهو يعني حاجة كويسة بردك إنه هو عايز بردك اللعيبك والله تبقى جهزة في فترة جاية دية ويعني أدينا بنشوف كابتن يعني جدام أحمد فتح في قايمة الأخير للماتش ورامي ربيعة بتدى بردك يشاركه بشكل كويس يعني والحمد لله يعني كل فترة يعني بإن لها لعبة مستوى الحمد لله بيبقى كويسة والحمد لله يعني ماشي بترعي كويسة يعني صراحة راجل عام شغل مع العالي كويس جداً 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 يعني ده لو أي مدرب تاني كان قاله كان في فترة أخير يعني كان قالك اللي ده أنا مش موفره لأي حاجة ولعبة مصابة كان يعني نها ثالث أو نها خامس أو نها بس الراجل بصراحة ربنا مع مجموعة لعبة وشغله بان في الملعب يعني شغله بان جداً 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 في الملعب بصراحة لسلده أثبت أنه هو إنسان كف ويدير أنه يكون مدرب النادي الأهلي لأنه طبعاً آخر ماتش ده أثبت بالفعل أنه عنده تكنيك كويس ويحترم ولازم ندره فرصة للآخر عشي خطر أن دلوقتي الأهلي بقى نمرتين والحمد لله وإن شاء الله بإذن الله ياخد المركز الأول تغييراته بتبقى موفقة مع الفريق وبيبدأ يعمل تغييرات كويسة بيبدأ يقلل الضغط من على اللعبة بحيث الإصابات والكلام ده فهو لحد ما ماشي بخطة سابتة بس هو لعب تشكيله برضو يعني لحد ما الماتش اللي فات كويسة جداً بصراحة هو مدرب كبير وبيحط خطة جامدة وفاهم وهيقامل إنجازات وإذا إنجازت من مستر مانو الجوزيه وهو شكله يعني بيعرف بيقرأ الفرق اللي قدامه وبيغير اللي قدامه بيغير طريقة اللعبة في الملعب مرتين وبيعمل تغييرات ناجحة بصراحة ماتش بوترجيت وماتش جونة بصراحة يعني عوضنا عن أول الموسم يعني بصراحة وإن شاء الله إحنا حسين اللي إحنا بيه هناخد الدوري وهو كده عرب من الدوري وشكله عنه مدرب كبير يعني هيعمل أحسن من الإنجازات بتاعتما لونشو زيه إحنا بن أحمد ربنا إحنا كنا لآخر اللحظة عندنا مشاكل بالنسبة للصوات وبالنسبة للراجل ده جديد فالفترة اللي قدقها ربنا كرمنا قربانة اللعبة اللي موجودة ولسه بإذن اللي حيخشوا بس عايزة أقول لحدك حاجة بقى الماتش الأخير ده اتفرج على الدينماكية بتاعت اللعبة مع بعضيها هيا دي بقى لسرتي عندما يتحدث الجماهير تفرج عن الدينماكية يبقى المعنى الفني وصل الناس بتتفرج بوعد وبتقيم بوعد وأعتقد أن يعيشوا حالة منها للإنصاف والبهجة طيب مش قلنا لكم هو فعلا نادي الدولة لما المهندس عدلي قال هنا الأهل نادي الدولة قامت القيامة ولسه ما عدتش لأنه الناس اللي عايزة تفسر المسألة على أنه ده نادي الحكومة وده نادي السلطة راحت في السكة دي مهما قلت لهم يا جماعة خليكم أنتوا كمان رجال دولة خليكم كمان نادي دولة كله لازم يبقى نادي دولة هو نادي الدولة دايماً وأبداً أي شخص مسؤولي يقول لك ده رجل دولة رجل دولة معناها عنده هذا القدر من الوعي والمسؤولية آه طبعا والالتزام والمصلحة والالتزام والدولة عبارة عن مكون يعني أرضه شعبه وقانون حاكمهم وقانون حاكمهم مع مسؤولين يحكموهم هو دي الدولة لكن لما تبقى أنت نادي السلطة ده موضوع مختلف آه فرقوا بين المعنيين والنهاردة احنا عايزين كلنا نبقى رجال دولة كلنا نفكر بهذا المفهوم كلنا نبقى نديت مؤسسات دولة المال يعني الدولة تنهض إزاي طيب لو جينا نبص عشان برضو ننزل للناس منزلتها اللائقة مجلس إدارة النادي الأهلي بعيدا عن كل الصخب اللي شغالوا كل الدوشة اللي حصلة لاحظتوا هذا الوعي وهذا القدر العالي من المسؤولية تجاه الوطن ولا لا شفتوا أي تجاوزات شفتوا أي خروج شفتوا أي مهاترات أو رد على أي مهاترة بالعكس الكل منضبط ولما حد بيتكلم بيتكلم وفقا لسياق مجلس إدارة النادي والالتزاب من الأهلي فوق الجميع مش عراء ابتداء من الكابتن محمود الخطيب ونزولا لكل عضاء المجلس حتى أصغر عدوا تحت السن الكل على هذا القدر من المسؤولية تجاه الوطن بدون أي استعداد لأي عشان كده هتلاقوا الأشخاص نفسهم كل يكرم في مكانه ويقدر مجلس يفخر به الأهلوية بجد مجلس بروح الفنلة الحامرة ما بتعديش فترة إلا لما هتلاقي حد أو أي حد من أعضاء مجلس إدارة النادي في مجال عمله ومجال اهتمامه محل تقدير واحترام على مستوى عالي يوميا تقريبا ألاقي آخر حاجة مثلا أخبار اليوم مع الدولة بتعمل مؤتمر النهوض بالتعليم في فندق الماسة يتم اختيار تسع خبراء يناقشوا مستوى التعليم في جيل عشرين تلاتين اختيارات راحت للخيال المسؤول أنت شايف رؤية الدولة إيه في عشرين تلاتين ألاقيت واحد من التسعة القمم دول الدكتورة راني علواني عضو مجلس النواب عضو مجلس إدارة النادي الآلي عضو اللجنة للنمبية الدولية بصوا المحافل اللي بتشغالها راني علواني ودكتورة نابية وطبيبة نابية وألاقي في نفس المؤتمر من اللي بيعرض أوراق عمل بخبرة في هذا المؤتمر الكبير المهم اللي أستاذ العمري فاروق عضو نائب رئيس النادي الآلي وزير الشباب والرياضة السابق بصوا على الاختيارات وراجل تعليم لأنه معنى بهذا المجال كمان فعنده رؤية مؤتمرات بتخطط لمصر في عشرين تلاتين فيها قيادات النادي الآلي ألاقي في نفس التوقيت مؤتمر بيزنس تودي بيكرم قمم رجال الأعمال في مصر مؤتمر اقتصادي كبير بيختار عدد من قمم رجال الأعمال لتكريمهم فألاقي بين المكرمين والمقدرين اللي أستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الآلي عن الشباب بصوا المستوى وألاقي زميله الآخر رجل الأعمال وهو عضو برضو في مجلس المصدرين المصريين عضو معاه أو في نفس المحفل الأستاذ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بيزر قرار عمر نصار وزير التجارة والصناعة بضم عدد من الأشخاص لمجلسي الأعمال المصري السوداني والروسي مجلس رجال الأعمال المصري الروسي والسوداني مجلس اين ألاقي تم اختيار محمد الدماطي عضو فيهم مش رجال دولة دولة ولا دي تصرفات رجال دولة ولا لا دي تصرفات ناس مسؤولة تجاه وطنها ولا لا بعيدا عن الصخب والراغي بصوا بقيت المجلس كلهم في مجاله بصوا القدر اللي حظي به المهندس محمد صراج وهو بيكرم في مدريد في جامعة ريال مدريد وهو أحد اللي حاصلين فيها على درجة الماجستير أستاذ أو معيد في الجامعة الأمريكية ما فيه عضو منهم إلا حتلاقيه في مجاله عنده هذا القدر من المسؤولية المجتمعية ومن التفاعل مع قضايا البلد نفسها نتمنى أن الكل يكون على هذا القدر من المسؤولية خليكم كلكم رجال دولة مصر محتاجة كل أولادها مصر محتاجة الجميع فعلا ينضبط ويلتزم ويشتغل مش هنقضيها كلام وندور على كل يومين مشكلة علشان يتقلقصوا النادي الأهلي كذا النادي الأهلي شغال بلايحته وبنظامه وباحترامه يرحب بكل الأطراف المتنافسة ودى مقولين عبداء مدل صدرته كلهم على هذا القدر من المسؤولية هم ماش مفضيين للمهاطرات دول مشغولين قوي في الخاص والعام ومشغولين بناديهم وكلهم ملتزمين بسياسات النادي الأهلي تجاه مجتمعه النادي الأهلي تجاه نفسه الأهلي فوق جميعهم كل دي معاني بتترجم على أرض الواقع السياسة إبراهيم هو اللي ما يشوفش من الغربال ما لناش شأن به ما احناش هنا في مجال ان احنا نعطى النفسين عشان نخش في تراشق لكن احنا برد بس على الحقائق المغلوطة موضوع غلط ما نسيبوش كده وحرد عليه بالمستند وبمتالكياسة والوضوح والأدب دون الإساءة الأحد وتاني حننشغل بالأهلي والأهلي فقط ما ليش شأن انت يعمل في نفسك اللي انت عايزه ما ليش دعو بيك وانتوا تلاحظوا حتى سفير مصر في الكنغو النهاردة وهو بيتكلم سفير حمدي شعبان وهو بيكرم بعثة الأهلي شوفوا الأستاذ طرق انديل عضو مجلس الدرق واحد من رجال اقتصاد الكبار واحد من قيادات أحد البنوك العالمية في مصر شوفوا انطباع السفير المصري وهو بيتكلم على أنه الأهلي فعلا منظومة عمل محترمة ومنضبطة ومحترفة هي دية النمازج اللي مصر محتاجاها مش بنزكي الأهلي ولا بنروج للأهلي ولا بنسوق للأهلي وعلى فاكرة مش معنا كده دا احنا بنقدمه نموذج لكل المؤسسات الأخرى ما فيهاش بس كل واحد مسؤول يقدم نفسه بالضبط انا بقدم نفسي بس دا مش معناها صحيح ان احنا بنقلل من شأن حال لا 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 خالص كل واحد يقدم نفسه دا النموذج بتاع الأهلي اللي احنا بنقدمه اللي احنا بنتكلم عليه عايزين الكل يبقى كده عايزين الكل فعلا يبقى هذا القدر من المسؤولية اتجاه البلد هتسمعوا كتير عصو الأهلي دا قالوا على نفسه من نادي الدولة الله تاني في كل العصور عمر الأهلي مكان في درجة قريبة حتى من السلطة لو قعدنا نحكي على السلطة في مصر السلطة السياسية الحاكمة من أول مناشى النادي الأهلي وموقفها من النادي الأهلي لا تعرفوا قد إيه الأهلي دا عظيم بجد إنه بحقق كل هذه البطولات قبل الثورة قبل ثورة 52 وبعد ثورة 52 وعلى رأس التحاد الكرة ولا يحرج السلطة ولا يروح له يبقى على رأس التحاد الكرة رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك شوية المشير عبد الحاكم عمر يبقى الرجل الزمالكاو العتيد هو اللي بيحكم التحاد الكرة تلاقي حيدر باشا قبل الثورة برئيس التحاد الكرة وزير الحربية ورئيس نادي الزمالك والأهلي يأخذ بطولات ويرجع أقول لك أسف الأهلي نادي السلطة ولا أ يرجع يقول لك لا يا سيدي الأهلي نادي النخب والبوسطاء الأهلي نادي الشرفاء والبوسطاء مع بعض نادي الأقوية والضعفاء بالعكس ده هو ده نادي الشعب في اجاه فتر وفترات كانوا بيروج ان احنا نادي الصف وطيب وما لو انت عور انت نادي الصف تزعلف ايه ما تقول انك نادي الصف الوطني والكرامة انا مالي اهلا وسهلا انت نادي الوطني والكرامة قول على نفسك اللي انت عايد انما انا لا اخلع الالقاب على ذاتي انا بألزم نفسي بشعرات الاهل فوق الجميع شوفت انا حطيت نفسي تحت الاهل كلنا حطنا نفسنا تحت الاهل الاهل مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم وهو الزعيم يعني علشان كده احنا مش لا لا ذهب ولا تفاخر ولا تعالي هلا حاجة لكن من حقنا ان احنا نشوف نفسنا كده من غير ما حد يزعل ومن حقهم نشوفوا نفسهم احسن الناس في الدنيا بس خلينا كل واحد في مساحته اللي عايز ياخذ على التعصم سيب كل واحد يستمتع بنا دي ايوه ويقول العالي اللي هو عايزه انا لو كان في وقت كنت جبت لك الشط اللي انت قلت المرة ما تيجي نجرب كل واحد ينشغل من نشجعب غيرنا اه كل واحد احنا هنا ليس لدينا هم غير ان احنا نحكي في الاهل والحقائق التي تخص الاهل وتاريخ النادي الاهل والرضو على الافتراءات التي تحدث بحق بس من نشجعب غيرنا لابن نترصد اخطاء الاخرين ولا بنقول لهم يعني وانت بتوعي تقول لي يعني ابسط حاجة يعني بتوعي الساعات بتوعي الساعات الناس خدت هدايا فانت بتتكلم يا حرامية الساعات هل هذا كلام مقبول ويعدي والناس تتعامل فيه وتقول لك تعال اعودوا مع بعض يا اخوانا ما هو فيك ردود ده انا القانون انصافني ده انا رحت للقانون ده انا خدت حكم ده انا اللي رحت في المستقرف اتأيد انا اللي رحت بلغت في نفسي ها وخدنا حكم طب انت في كلام كتير يترد لو احنا عايزين مهاطرات لكن هذا ليس دورنا احنا عايزين نقول كل واحد يخليه في نفسه عشان نقدر نصلح المناخ العام لان لو كل واحد خلاف نفسه هيجود ما انت لو تتكلم على ان انا وحش انت ما بتصلحش نفسك طب انا وحش ما تتشغلش بيا تصلح نفسك وانا لو انشغلت بيك واحد اقول عليك وحش وما انشغلتش بنفسي مش هصلح نفسي هو لو كل واحد انشغل بنفسه يبقى كله هيرتقي وعشان كده ان شاء الله في ملك وكتابة هتلاحظوا التأكيد على ثوابت هذا البرنامج اللي بيتسق ويتفق مع قيم النادي الاهلي وما بدء وثوابته الانشغال بالنادي الاهلي الدفاع عن حقوق النادي الاهلي التأكيد على قيمة النادي الاهلي غير كده ما يشغلناش حد غير كده دمتم للاهلي دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بازل الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في العشرة مساء الاثنين القادم ان شاء الله تسوء على خير اشتركوا في القناة